السلام عليكم أعزائي طلبة طالبات وأولياء أمور الصف الثالث الأعدادي إن شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة التسعة طيب زي ما عملنا قبل كده وزي ما تعودنا هتلاقيني سايب لك فيه صندوق الوصف رابط الرابط ده موجود فيه شرح قاعدة الوحدة التسعة بالكامل وهتلاقي الرابط التاني موجود فيه إرائية كلمات اليونت طيب نبدأ مع بعض الوحدة التسعة بتبدأ معايا بالدرس الأول والتاني طيب السؤال الأول بيقول هنا طيب ده تعريف مهم جدا نبات اللي بنقدر نستخدمه في صناعة الفناجين والكراسي طيب اللي بنقدر نعمل منه الكراسي ده طبعا نبات الخيزران ده تعريف لكلمة بامبو اللي هي طبعا نبات الخيزران فأول إجابة هنا هقول له بامبو اللي هو الخيزران طيب السؤال اللي بعد كده بيقول هنا هنا برضو بيقول إيه اللي معناه القدرة على إعادة الاستخدام مرة أخرى طيب كلمة دي يعني معناها يقلل أما معناها قابلية لإعادة الشحن كلمة دي معناها القابلية لإعادة الاستخدام يبقى ده تعريف لكلمة ريزابل اللي هو إعادة الاستخدام اللي بعده بيقول هنا طيب ده تعريف مهم برضو بيقول نبات صغير اللي بيبدأ إنه ينمو من البزرة النبات اللي بينمو من البزرة ده اسمه الفسيلة أو النبتة الصغيرة طيب نبتة أو فسيلة دي اسمها سيدلينج اللي بعده بيقول هنا علشان نحصل على الصفة من كلمة سستين احنا بنضف لها لاحقة ا طبعا بنحط في الآخر هنا عشان تبقى اللي هي يعني معناها مستدام الصفة يعني بعد كده بيقول طيب بيقول لك قعد كتابة الفقرة بيسألك بقى البادئة اللي هي الار اي في كلمة ري رايت اللي هي دي يا شباب دي بقى بتعني الفعل مرة أخرى طيب نكتعملها مرة تانية يعني مرة أخرى اللي هي اجين واللي بعده بيقول هنا طيب الحاجة اللي بتكون مستدامة كلمة مستدامة يبقى حاجة متجددة متجدد اللي هي رينيوبل فأقول له هنا بعد كده بيقول طيب احنا قلنا ان سينانيم يعني معنى او مرادف معنى كلمة بروفايد اللي هي يمد او يزود دي معناها يعطي او يمد بتسويها في المعنى الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا بيقول هنا احنا مش هنقدر نستمر في استخدام البترول للعربيات بسبب ان هو ايه خلي بالك بها البنزين والبترول دي مواد غير مستدامة يبقى له هنا اللي هي معناها غير مستدامة السؤال اللي بعده بيقول طيب النباتات اللي احنا بنزرحها في المزارة دي بتسمى ايه طبعا دي بتسمى اللي هي يعني محاصيل فاقول هنا بعد كده بيقول طيب بيقول لك بقى ايه هي كمية من المياه بتغطي منطقة كمية مية بتغطي منطقة دي بنسميها فيضان الفيضان ده اسمه فلد يبقى ده تعريف ليه فلد الفيضان السؤال اللي بعده بيقول هنا نقاط هنا عايز يقول لك اعد تدوير منتجات البلاستيك والورق والزجاج لكي تقلل التلوث وتوفر الطاقة طيب بقى كلمة يعيد تدوير دي اسمها ريسايكل فهنا اقول ريسايكل يعني قاعد تدوير السؤال اللي بعده بيقول هنا this tower هذا البرج is 30 meters above the sea عايز يقول البرج ده ارتفاعه 30 متر فوق مستوى سطح البحر طيب منصوب البحر the sea level بعد كده بيقول نقاط tree is a small tree شجر صغير with roots above the grounds بعد كده بيقول which grows or near the coast طيب شجر يعني بينمو بالقرب من البحار او السواحل طبعا ده تعريف لاشجار المانجروف يبقى له هنا mangrove بعد كده بيقول هنا please من فضلك plug in the tv بعد كده بيسأل كلمة plug in can be replaced by not بيقول لك هنا من فضلك يعني يوصل التلفزيون بالكهرباء كلمة plug in اللي هي يوصل بالكهرباء اقدر استبدلها بايه يستبدل يعني بيساوي ايه عايز كلمة بتسويها في المعنى طيب يوصل اللي هي connect بتسويها يعني في المعنى واللي بعده بيقول هنا the anthonym اللي هي عكس او مضاد كلمة higher طيب زي ما قلنا anthonym دي معناها عكس او مضاد higher يعني اكسر ارتفاعا عكسها طبعا كلمة اقل انخفاضا اللي هي lower بعد كده بيقول هنا we add the prefix نقط to get the anthonym of the word usual طيب بنضيف البداية ايه علشان نحصل على عكس او مضاد كلمة usual بنحط في الاول هنا un علشان نجيب عكسها فتبقى unusual فهنا اقول له un واللي بعده بيقول هنا the suffix نقط can be used to get the adjective from the word environment طيب هنا بيقول اللاحقة اللي بتستخدم علشان نحصل على الصفة من كلمة environment بنحط لها في الاخر al علشان تتحول الى environmental اللي هي معناها be الصفة يعني طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا we need electricity to use the machine it's not طيب احنا بنحتاج الكهرباء علشان طبعا نشغل الالة دي تبقى هي الالة ايه كهربائية اللي هي electric بعده كده بيقول sun glasses نظارات الشمس protect your eyes from sun and wind بيكملوا بيقول this means they know you طيب انتضارة الشمسية بتحمي عينيك من الشمس والرياح ده بيعني ان هما طبعا بيحموك عايز هنا حاجة بتساوي كلمة protect اللي بتساويها اللي هي كلمة save بتحمي عينيك يعني بعد كده بيقول هنا most accident are caused نوعات curlessness هنا بيقول معظم الحوادث بتسبب عايزه قول بواسطة الاهمال كلمة curlessness دي معناها الاهمال يبقى بتحصل بواسطة الاهمال اللي هي معناها buy فاقوله buy curlessness الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيبدأ يمرني على سؤال المحادثة واهم كلمات اليونت طيب زي ما تعودنا هو هنا بيجيب لك كلمة بي العربي ويطلب منك معناها نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا what could you stop using or buying that is bad for زي نقط بيقول هنا ايه اللي ممكن انك انت تتوقف عن استخدامه او شراؤه واللي بيكون دار للبيئة هو هنا طالب منك معنا كلمة بيئة طيب بيرده بيقول we could stop using plastic shopping bags نقدر نوقف استخدام حقائب التسوق البلاستيكية طيب انت هنا هتكتب كلمة بيئة طبعا دي اسمها environment يبقى هنا في السؤال ده بتكتب الكلمة اللي هو طلبها منك طيب السؤال ده بيجي في الامتحان لا طبعا هو بس بيمرانك على اهم الكلمة اللي بعده بيقول هنا why should we not using cars طيب بيقول ليه لازم اننا نقلل من استخدام السيارات هنا عايز كلمة يقلل قال له to make our environment clean علشان نجعل البيئة نظيفة طيب كلمة يقلل دي اسمها reduce يبقى هنا اقول له we reduce طيب بعد كده بيقول هنا does climate change mean that many countries have more نقط بيسأل سؤال بيقول هل التغير المناخي بيعني ان في دول كتير يعني هيكون فيها فيضانات هو هنا عايز كلمة فيضان قال له في الاجابة yes it does ايوة يعني طيب كلمة فيضان اللي هي flood يبقى له هنا floods يعني فيضانات التغير المناخي بيسبب فيضانات طيب اللي بعده بيقول هنا how كان نقط help in protecting the environment طيب بيسأل هنا بيقول ازاي يعني بتقدر انك انت تحمي البيئة عن طريق الاشجار دي طيب قال له في الاجابة زي زي هنا عادة على الشجر ده protect farms from strong wind and the not طيب عندك هنا اجابتين الاجابة الاولى هنكتب فيها شجر المانجروف ده اللي هو طبعا اسمه mangrove trees هتقول ازاي بتقدر الاشجار دي انها يعني تساعد في حماية البيئة يبقى هنا اول اجابة هنكتب mangrove trees اللي هي اشجار المانجروف طيب هو قال في الاجابة ان الاشجار دي بتحمي طبعا المزارع من الرياح القوية والعواصف عايز كلمة عواصف بقى عواصف دي اللي هي اسمها storms فهتقول هنا storms طيب بعد كده نكمل مع بعض في نفس الصفحة ورده بيكون عندنا سؤال الديالوك سؤال المحادسة طيب زي ما تعودنا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تحل دلوقتي هنبدأ نقرأ المحادسة بتاعتنا علشان نحل عليها المحادسة بتاعتنا بيقول هنا hi علي what can we do to protect our environment بيسأل يعني ايه اللي ممكن اننا نعمله علشان نحمي البيئة قال له في الاجابة hi سامح وقال له هنعملي عشان تعرف بقى لازم تكمل طيب قال له هنا بقى هي دي اللي احنا نعمله يبقى هنا بيقول له اننا نستخدم بلاستيك اقل هيقولها ازاي بقى هيقول can use less plastic نقدر اننا نستخدم بلاستيك اقل عشان كده مهم جدا انتقرأ المحادسة قبل ما تحل يبقى رقم واحد we can use less plastic طيب بعد كده سأله سؤال علشان اعرف السؤال لازم اقرأ الاجابة الاجابة we should use reusable shopping bags او بيقول له يجب اننا نستخدم طبعا حقائب قابلة لإعادة الاستخدام فأكيد هنا بيسأله بيقول له يعني ايه بقى الحاجات اللي هنستخدمها فيقول what should we use ايه يعني اللي لازم نستخدمه بنقول what وبعدين should بنجيبها من الاجابة وبعدين يقول we use ماذا يجب ان نستخدم قال له حقائب قابلة لإعادة الاستخدام طيب بعد كده بيرد عليه وفيه هنا علام التحجب فأجيد هنا مسلا بيرد على الكلام ده ويقول مسلا good أو ممكن أقول great اللي هي معناها رائع يعني لأنه بيقول له نستخدم حقائب بلاستيكية فقال له great طيب بيسأله سؤال الإجابة yes we use energy saving light bulbs وبيقول أيوة احنا بنستخدم طبعا لمبات موفرة للطاقة طبعا ما الإجابة بدأ yes يبقى ده سؤال بي هل طيب الفائل في الإجابة في المصدر فهنا هسأل بي do عايز يقول يعني هل احنا بنستخدم لمبات موفرة للطاقة هقول do we use وهكمل بقى energy saving light bulbs هل احنا بنستخدم لمبات موفرة للطاقة يبقى رقم 4 هنقول هنا do we use energy saving light bulbs هل بنستخدم لمبات موفرة للطاقة طيب بعد كده قال له good عنا نتعجب برضو وقال له you should also reduce using cars آه بيقول كمان لازم اننا نقلل من استخدام العربيات ال why ليه يعني طيب هو الهنة اصلا في المحادسة واحنا بنحل قبل كده قال علشان اننا طبعا to make علشان نجعل البيئة نظيفة فهتقول to make our environment clean علشان نجعل بيئتنا نظيفة حد تاني بيقول لي مثلا to reduce pollution علشان نقلل التلوث برضو كل دي إجابات صح طيب بعد كده بيكون عندنا محادسة تانية نفس الكلام برضو هتقرأ المحادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تحل هنا بيقول can I ask you some questions هل اقدر اسألك بعض الاسئلة اتفقنا السؤال ده لما بنشوفه بنجاوب عليه ونقول yes of course أو yes you can أو sure كل دي إجابات صح هيقول له بالطبع يعني لانه بعد كده بيبدأ يسأله طيب اول سؤال بقى قال له هنا does climate change mean that many countries have more floods بيسأل هنا سؤال بهل هل الطيار المناخي ده بيعني ان يعني في دول عديدة او كثير من الدول بيكون عندها فيضانات طبعا احنا عارفين ان ده ايوة فهتقول هنا yes يبقى السؤال بهل بتجاوب عليه yes or no طيب هتقول هنا yes وبعد كده زي ما تعودنا بنكتب yes وبعدين بنعمل وبناكس بقى بنقول هنا climate change ممكن نحط مكانها it وبعدين نقول does فقول له ايوة يعني ده بيحصل طيب بعد كده بيسأل سؤال كانت اجابته because of rising sea levels بسبب ارتفاع من سوب البحر خلي بالك بقى طالما الاجابة بدأ because ممكن تسأل به why بيقول له يعني ايوة بيعمل كده قال له ليه لا هي طيب الرقم اربعة سأله هنا سؤال اجابته كانت no plants can't live in salt water او بيقول لأ النباتات ما بتقدرش تعيش في المياه الملح فهنا خلي بالك بيسأل سؤال بهل برضو لان الاجابة بنو طيب هيسأل هنا الفعل المساعدة موجودة عندي في الاجابة اللي هو can فأقول هنا can وبعدين احط الفعل بقى اللي هو plants وكمل على طول وقول له live in salt water معنى للسؤال هل النباتات بتعيش يعني او بتقدر تعيش في المياه الملحة فقال له لأ يبقى هنا رقم اربعة can plants live in salt water طيب بعد كده قال له how can mangrove trees help in protecting the environment ازاي بقى اشجار المانجروف بتقدر انها تساعد في حماية البيئة هو قال لنا من شوية واحنا بالحال الجزء الخاص بالكلمات زي protect زي هنا عيدة على الاشجار هي يعني بتحمي طبعا المزارع والحقول from من strong wind and storms هي بتحمي المزارع من طبعا strong wind يعني الرياح القوية and طبعا storms اللي هي العواصف يعني بتعمل كده زي مصد للرياح هنقول هنا هي بتحمي المزارع from strong wind and storms اللي هي طبعا العواصف الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء الاسئلة الخاصة بالقوعات زي ما قلتلك هتلاقيني سايبلك في صندوق الوصف شرح القاعدة قاعدة بتاعتنا بتتكلم عن كلمة اسمها used to كلمة used to دي معناها اعتادئا وبتعبر عن العادات في الماضي دي بيجي وراها الفعل في المصدر لو الجملة مسبتة used to زائد المصدر لما حبا فيها بنفيها ب didn't وبعدين بقى اهم حاجة ان didn't بيجي بعدها use use to خلاص كده احنا متفقين ان didn't بيجاورها المصدر يبقى didn't use to زائد المصدر تمام وله بسأل عليها بسأل بدد يبقى الاسبات used to المصدر والنافي زي ما قلنا didn't هنا هنعدل دي نخليها didn't used to لم يعتادئا في الماضي بتاعتموز القاعدة دي وتبدأ تحل خلا نشوف كده هنحل ازاي السؤال الاول بيقول هنا هبة نقاط like cheese but she does now بيقول ان هبة يعني لم تعتاد انها تحب الجبنة but ولكن كلمة but بتفيد التناقض طالما قالك دلوقتي بتحب الجبنة يبقى قبل كده هي ما كانتش بتحبها يبقى محتاجة هنا انفي طيب خلينا نشوف واحدة واحدة كلمة used to لما يجن فيها بنفيها didn't عشان دي عادة في الماضي فانت هنا هتقول didn't واهم حاجة بقى ان كلمة didn't بيجي بعدها use هتشيل هنا وعتطلق بط فهتقول didn't use to like cheese طيب هي لم تعتادئا تلوقتي خلاص بها معتادة عليها اللي بعده our grandparents used in a small village بيقول هنا اجددنا خلي بالك دي سهل بقى اعتادوا ان يعيشوا في قرية صغيرة كلمة used بيجي بعدها زي ما قلنا to زائد المصدر انت بتطبق القاعدة هنا to وراه فعلا مضاف له ing قلو لأ دي اسمها to والمصدر اللي هو live هتشيل ing يبقى اعتادوا ان يعيشوا في قرية صغيرة واللي بعده بيقول هنا did you know to walk to work dead برضو خلي بالك بقى ده سؤال السؤال هنا بدأ ب did عشان الحدث في الماضي وعندي بين قصين كلمة used احنا اتفقنا ان did او didn't بيجي بعدهم use وعطت لخبط بقى فهنا هتقول did use وبعدها to والمصدر اللي بعده بيقول I know not to walk to school when I was a child طيب عايز يقول انا اعتدت ان انا امشي الى المدرسة لما كنت طفل خلي بالك الحدث هنا في الماضي لما انا كنت صغير طيب عايز عادة في الماضي باسمها used to دي جملة مشبتة عادي فهنا تقول I used هو مندي لك to والمصدر اللي بعده بيقول he always not to be afraid of the dark when he was young برضو الحدث هنا في الماضي هو دائما اعتد انه يعني بيكون خايف من الظلام طالما قال لك when he was young يبقى ده حدث في الماضي طيب هي كلمة always بيجي مع الماضي اه طبعا لو عادة في الماضي طيب انا هنا بتكلم عن عادة في الماضي هاستخدم used to زائد المصدر هون نديني to be تو المصدر فهنا اقول له used طيب اللي بعده بيقول هنا we not play computer games but we do now عايز يقول يعني ان احنا لم نعتاد اننا نلعب العاب الكمبيوتر but ولكن دلوقتي بقى احنا بنلعب خلي بالك ان بقى يبقى فيه تناقض يبقى هنا محتاج ينفي طيب هو انا لما اجي انفي use to بنفيها بnot لا طبعا دي في الماضي بنفيها didn't عادة بتعبر عن الماضي يبقى لم اعتاد يبقى اسمها didn't use to السؤال اللي بعده بيقول هنا in the past في الماضي people الناس didn't نقط use energy saving هايز يقول هنا ان في الماضي الناس لم تعتاد ان تستخدم لمبات الموفرة للطاقة خلي بقى لك بقى وعطت لخبط الفعل use هنا ده فعل اساسي زي وزي play وزي اي فعل تاني قاعدة بتاعتنا ان didn't بيجي بعدها use to زائد المصدر انت هنا محتاج تجيب بعد didn't use to بمعنى لم اعتاد ان يستخدم يبقى هنا didn't use to والفعل في المصدر اللي هو use بعد كده بيقول we used to نقط water but ولكن now we try to save it طيب برضو هنا بيقول ان احنا اعتدنا ان يعني نهدر المياه دلوقتي بقى لازم نحافظ عليها خلي بقى لك بقى انا عندي هنا قاعدة بتقول ان كلمة used to بيجي بعدها الفعل في المصدر يهدر اللي هو waste هتشيل ing هتقول هنا اعتدنا ان احنا نهدر المياه فدي اسمها waste بعد كده بيقول i نقط used to have an electric to splash but ولكن now i have got one برضو هنا عايز ينفي اذا اقول انا لم اعتد ان كن عندي يعني فرشة اسنان كهربائية دلوقتي بقى عندي طيب لما اجي انفي used to بنفيها didn't لان دي بتحبر عن عادة في الماضي ما نفعش هنا استخدم don't الصح ان انا اقول i didn't used to فهنا هنقول didn't بعد كده بيقول mom نقط get plastic bags at the supermarket but ولكن now she gets paper ones طيب هنا عايز يقول ان ماما اعتدت انها تستخدم الحقائب البلاستيكية في السوبر ماركت ولكن دلوقتي بتستخدم الورقية خلي بالك بقى دي عادة في الماضي يبقى هنا يقول mom اسمها بقى used to والفعل في المصدر اللي هو جئت فهنا تقول لي used to طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا dad didn't use to نقط بعد كده بيقول off his computer at night but he does now بابا يعني لم يعتاد ان احنا اتفقنا didn't use to المصدر لازم تحفظ القاعدة اللي كتبناها فوق المصدر هنا اللي هو turn يقفل يعني الكمبيوتر اللي بعده بيقول هنا my grandparents didn't نقط to send emails they wrote letters طيب عايز يقول اجدادي لم يعتادوا ان يرسلوا ايميل احنا اتفقنا ان كلمة didn't دايما يا شباب didn't حط عينك عليها وافتكر ان بيجي وراها use to use اللي هو المصدر فتقول لي هنا didn't use to send هم دلوقتي بيكتبوا جوابات بعده كده بيقول that building used to نقط a factory برضو عايز يقول لك هنا هذا المبنى اعتاد ان يكون مصنع used to بيجي وراها الفعل في المصدر المصدر اللي هو بي واللي بعده بيقول هنا what نقط you used to learn at primary school برضو خلي بالك بقى ده سؤال عن عادة في الماضي عندي هنا use to لما اجيسأل عليها باسأل عليها بdid لان الحدث ده في الماضي يبقى هنا اقول له did you use to learn اعتدت ان تتعلم في المدرسة الابتدائية بعده كده بيقول دكتور سامح used نقط help to give people new hearts سهلة دي احنا عارفين ان كلمة used بيجي وراها to والمصدر طيب انا عندي هنا used نقط والفعل في المصدر منفعش فهور اسمها to اعتاد ان يساعد واللي بعده بيقول هنا he used to نقط nice songs بيقول ان هو اعتاد ان خلي بالك used to بيجي وراها المصدر فهتقول هنا sing ان هو يغني يعني فهتقول هنا used to sing الفعل في المصدر الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض الحالة التانية من حالات f طيب كنا اخذنا في الوحدة اللي فاتت الحالة الاولى اللي هي بتقول مضارع بسيط والو المصدر النهاردة بقى نتكلم عن الحالة التانية الحالة التانية بتقول لي ان الرابط اللي هو f او when زي ما تعودنا بيجي بعد منه جملتين طيب في الحالة التانية الجملة اللي بعده بتقول ماضي بسيط طيب لما تيجي ماضي بسيط يبقى الجملة اللي بعدها would والمصدر خلي بالك بقى كل اللي عليك هتحفظ القاعدة دي هتعرف تحل القاعدة بتقول ايه تاني الحالة التانية من حالات f ماضي بسيط والجملة التانية would والمصدر قادر رابط لما بيجي بعده ماضي بسيط يبقى الجملة التانية would زائد المصدر كنا قلنا بقى في الحالة الاولى كلام تاني خالص مدارع بسيط ولو المصدر انت هنا بتتكلم عن الحالة التانية طيب خلينا نشوف مع بعض كده السؤال الاول يقول هنا اف اي نقط مور تايم اي وود ريد مور بوكس طيب هنا عايز يقول لو انا عندي وقت كتير انا هقرأ كتب اكتر زي ما اتفقنا بتحدد الرابط بتاعك اللي هو اف الرابط هنا شباب هو محتاج الجملة اللي بعده عشان تجيبها لازم تحط عينك على الجملة التانية طيب الجملة التانية فيها زي ده المصدر يبقى دي الحالة التانية الحالة التانية اف بيجي بعدها ماضي بسيط يبقى اللي نقص عندك هنا ماضي بسيط طيب الماضي من هف اللي هو طبعا هاد يبقى انت بتحدد وود والمصدر يبقى الجملة اللي بعد اف ماضي بسيط طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا اف هي شات زا دور زا سيفز نقط انتو زا هاوس طيب ادي الرابط بتاعي اللي هو اف جاي بعد منه زمن ماضي بسيط لان شات هنا لو كانت مضاهرة كان جاء اخرها اس. فده زمن ماضي. طالما اف جاء وراها ماضي يبقى دي الحالة التانية. الحالة التانية يبقى وضو المصدر. طب هو هنا محتاج ينفي. لما جنفي بقول خلاص كده. يبقى ودنت. والفعل في المصدر زي ما هو كده يكتبه تاني اللي هو يبقى هنا اف لو جاء وراها ماضي بسيط يبقى الجملة التانية وضو المصدر. ايه اللي بعده? بيقول هنا. اف اي هي ستدد ول. بعد كده بيقول نفس الكلام برضو. ادي الرابط اللي هو اف جاي بعد منه الفعل في الماضي يبقى دي الحالة التانية. حالة تانية يبقى عايز وضو المصدر. سهلة كده. طيب يبقى هنا اقول له معنى الجملة بقى لو هو زاكر بجد هو كان هيحصل على درجات كويسة. الحدث كله في الماضي. اللي بعده بيقول هنا اف هي نوعات ستوب سموكينج. طيب قعدت لخبط. الرابط عندك اللي هو اف. شوف الجملة السليمة بقى. الجملة التانية جاية وود والمصدر. يبقى دي الحالة التانية. طيب الحالة التانية اف بيجي وراها ماضي بسيط. ماضي بسيط بقى نفعشه الودنت. انا محتاج انفي. هنف الماضي بديدنت. يبقى هنا اقول له. لو لم يتوقف عن التدخيل. بعد كده بيقول نقاط. خلي بقى لك برضو. ده سؤال. الرابط جاية عندي في النص. شوف اللي بعد الرابط. طبعا دي ماضي بسيط. يبقى دي الحالة التانية. قلنا الحالة التانية يا شباب. يبقى وود. منفعش اسأل بديد. ليه بقى? لان هنا الاف جاية وراها ماضي بسيط. يبقى الجملة التانية وود والمصدر. يبقى وود يو. واللي بعده بيقول هنا. اف وي نقط مور تايم. وي وود فيزت زا ميوزيام. طيب نفس الكلام برضو. الرابط عندي اللي هو اف. بص على الجملة التانية. موجود فيها وود والمصدر. يبقى دي الحالة التانية. حالة تانية يبقى تجيب بعد منه ماضي بسيط. الماضي من هف اللي هو هاد. يبقى لحالة التانية. ماضي بسيط وود والمصدر. اللي بعده. اف وي لفد ان الكس. بعد كده بيقول. وي نقط نفس الكلام برضو. الرابط عندك. لو احنا عيشنا في الاسكندرية. احنا يعني كنا هنروح الشاطئ. اف جاء وراها ماضي بسيط. يبقى الجملة التانية وود والمصدر. يبقى هنا تقول وود. والفعل في المصدر اللي هو جو. يبقى وود جو. اللي بعده بيقول هنا. اف اي نقط ان ترابل. بعد كده بيقول. وديو هالب مي. خلي بالك بقى. ده سؤال. سؤال هنا عايز يقول يعني لو انا كنت في مشكلة. هل انت كنت هتساعدني? طيب خلينا هشوف كده. عندي تعبير يا شباب اسمه على بعضه كده هتقول لي يا مستر اي بيجي معه ووز. قلنا يا شباب في الحالة التانية في حالة النصيحة بستخدم لو انا كنت في مشكلة. يبقى الصحيح هنا انك هتقول ته تعبير كده على بعضه. اللي بعده بعد كده بيقول طيب برضو عندي نفس الكلام الرابط اللي هو بص على الجملة التانية الجملة السليمة. الجملة التانية موجود فيها وود بي. وود والمصدر. يبقى دي الحالة التانية. حالة تانية يبقى انت عايز الماضي البسيط. طيب الماضي من ار برافوه عليك اللي هو يعني لو كان يوجد اشجار ليه يبقى نقول هنا بعد كده بيقول طيب لو احنا عندنا فلوس كتير احنا كنا اشترينا العربية. خلي بالك بقى فيه تركية كمان هنا. الرابط اللي هو لو جي بعد منه ماضي بسيط والجملة التانية كان فيه بين الاقواص كان انت ممكن تكتب هنا خليها نرجع للقاعدة ونعدل فيها حاجة. هنقول للحالة التانية ممكن نستخدم فيها في حالة الاحتمال زي اللي موجودة قدامي دي. يبقى ماضي بسيط زي ده المصدر. يبقى لما تلاقي بين الاقواص كان بتستخدم في حالة الاحتمال. بعد كده نفس الكلام برضو. ادي الرابط اللي هو الجملة الثانية موجود فيها ود والمصدر يبقى دي الحالة الثانية. الحالة الثانية لازم الرابط ييجي بعد منه ماضي بسيط. طيب الماضي هنا ان الفعلة هتحط له اي دي في الاخر. فأقول شي نوعات نفس الكلام برضو. ادي اي فجاي في النص الرابط هنا جاي في النص ينفع اед طبعا عادي. وجاي بعد منه دي دين لوف. خلي بالك ده ماضي بسيط. يبقى دي الحالة تانية. طب الجملة التانية بتجي اي بقى? وضو المصدر. طب دي ما نفية? سهلة. هتقول لي والمصدر. فهنا هتقول والفعل في المصدر اللي هو هتكتبه تاني زي ما هو. يبقى بعد كده بيقول هنا. طيب نفس الكلام برضو. ده سؤال. الرابط جاي في النص. شوف الجملة اللي بعده. جاي هنا دي ماضي بسيط. ماضي بسيط تبقى الحالة التانية. الحالة التانية يبقى مش وال. والدي في الحالة الاولى هناك. يبقى تقول هنا. طيب بعد كده بيقول طارق. زي نقط. نفس الكلام برضو. خلي بالك الرابط جاي هنا والمصدر. يبقى دي الحالة التانية. حالة التانية يبقى الجملة اللي بعد هتكون ماضي بسيط. الماضي بقى اللي هو يبقى هنا اقول له الفعل يعني فيه الماضي. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا. طيب خلي بالك عايز يقول ان فريق كرة الطيرة كان يعني هيفوز بالمباراة لو عايز يقول بقى ان هما ادوا بشكل جيد. خلي بالك عندي هنا جاي قبلها وضو المصدر يجي بعدها ماضي بسيط. طيب الماضي من هال هو هاد. السؤال اللي بعده بيقول طيب برضو هنا نصيحة. عايز يقول لو انا كنت مكانك. قلنا بقى الصيغة دي بنحفظها. لو انا كنت مكانك دي اسمها ده مصطلح على بعضه. لازم تحفظه زي ما هو. بس تخدمه في حالة النصيحة في الحالة التانية من حالة لو انا كنت مكانك. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس الاول والتاني. طيب بيبدأ معي بسؤال اداهلك سؤال المحادسة. اهم حاجة طبعا انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا. السطر ده بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? بيقول هنا اشرف is talking to his يعني اشرف بيتكلم مع صديقه فادي عن يعني توفير الكهرباء. خلي نشوف كده. طيب هنا اشرف بيكلم فادي وبيقول له صباح الخير. رد عليه طبعا وقال له صباح الخير برضو. طيب هنا اشرف بيقول له بيقول له يعني ايه رأيك بقى في حسة النهاردة او درس النهاردة. قال له what should we do to save electricity? نعمل ايه علشان نوفر الكهرباء? خلي بالك بقى. هو هنا بيسأله عن رأيه. فرقم واحد هنا هيكتب اي رأيي. طيب ممكن يقول مسلا it's good, it's great. هيقول له I think انا اعتقد. ويقول it is واي صفة كويسة. يبقى ممكن يقول له I think it's great. يعني اعتقد ان الدرس النهاردة كان رائع. طيب سأله سؤال what should we do? ماذا يجب ان نفعل لكي نوفر الكهرباء? كمال عشان تعرف الاجابة. قال له حاجة فادي بعد كده قال I always turn off the lights before leaving any place. بيقول انا دايما بقى في الانوار قبل ما اغادر اي مكان يعني. يبقى كده هنا قال له حاجة لا علاقة بيه طفي الانوار. يبقى هيقول هنا بقى في رقم اتنين. we should يجب علينا. ويكمل بقى من تحت تقول turn off light before leaving any places. يبقى هنا رقم اتنين هنقول. we should يجب علينا turn off lights. اننا يعني نغلق الانوار. وتكمل بقى تقول before leaving any places. قبل طبعا ما نغادر اي مكان لازم نطفي الانوار. يبقى رقم اتنين. we should turn off lights before leaving any places. قبل ما نسيب اي مكان لازم نطفي النور. طيب. وبعد كده اكمل بسؤال. عشان نعرف السؤال لازم اقرى الاجابة. الاجابة قال له. we can also depend on the sunlight during the day and don't use electricity. برضو بقول حاجة كمان يعني. نقدر كمان نعتمد على ضوء النهار. ضوء اليومي العادي يعني. وكمان اننا ما نستخدمش الكهرباء بالنهار. يبقى هنا بيسأله. ممكن يقول له كمان what else? what else اللي هي معناها ماذا ايضا. نعمل ايه تاني يعني? what else? واستخدم الفعل المساعدة اللي هو كان من الاجابة. وهو we do. ايه كمان نقدر نعمله? what else can we do? طيب. قال له طبعا نستخدم ضوء النهار وما نستخدمش الكهرباء. وسأله سؤال. الاجابة كمان. I suggest turning off the devices that we don't need. بيقترح اقترح كمان. بيقول نقفل الاجهزة اللي احنا مش محتاجانها. طيب يبقى هنا كمان برضو بيسأله. آه ممكن يقول كمان what else do you suggest? ايه اللي انت تقدر تقترحه كمان برضو. what else دي مهمة. معناها ميزة ايضا. وبعدين اكمل بقى واقول له do you. والفعلة في المصدر اللي هو suggest. ايه كمان اللي تقدر تقترحه وممكن اكتب اسمه واقول له فادي. لان بعد كده فادي بيقول نطفل الاجهزة اللي مش محتاجانها. طيب. او في النهاية طبعا اشرف هيوفق على الكلام ده. ممكن اقول له that's good idea او يقول له كمان you are right. كلمة you are right يعني طبعا هي عندك حق او انت محق. فنقول له هنا you are right. طيب. بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندنا السؤال التاني فيه الامتحان وهو طبعا سؤال read and complete تكملة النص. طيب زي ما تعودنا السؤال ده هو عبارة عن نص صغير. النص ده بتقراره كويس جدا وبترجمه على مهلك وبيدي لك فوق هنا ست كلمات. الكلمات دي بتترجمها وتختار اربع كلمات تكمل بيهم الفراغات اللي قدامك دي. طيب خلي بالك بيقول انا عاوز اعمل حاجة يعني علشان احمي البيئة بتاعتي. بيكمل بعد كده وبيقول لو اننا يعني تشاركنا في بقاء البيئة نظيفة. ونقاط طيب دي قاعدة مهمة جدا قاعدة الحالة الاولى من حلقة اف. خلي بالك الرابط موجود عندك اللي هو اف. شوف الزمن اللي بعده ايه? شير هنا جاي في المصدر. يبقى ده مدرع بسيط. مدرع بسيط بقى تبقى دي الحالة الاولى. الحالة الاولى فتكر كده الجملة التانية بتيجي ولو المصدر. عايز اقول لو لو اشتركنا في بقاء البيئة نظيفة احنا هيكون عندنا حياة صحية. يبقى ولهاف. يبقى ول زائد المصدر. دي طبعا الحالة الاولى. بيكمل بيقول نوعات بلاستيك. عايز يقول كمان يجب اننا نستخدم بلاستيك طبعا اقل. دي معلومة احنا عارفينها. يبقى له لاس بلاستيك. نقلل من استخدامنا للبلاستيك. يبقى رقم اتنين. هتبقى عندي كلمة لاس. وبعد كده بيكمل وبيقول نقاط شوبينج باكز. بيقول كمان نقدر نشتري عايز اقول حقائب بلاستيكية او لا عايز اقول هنا حقائب طبعا اللي هي قابلة لاعادة الاستخدام. يبقى هنا رقم تلاتة هقول له كلمة اللي هي حقائب معاد استخدامها. ايضا نقدر كمان نستخدم. فنجين القهوة من نبات البمبو. بيتكلم عن النبات ده وبيقول بيقول بيقول ان البمبو بيكون مستدام وعايز يقول لا يلوس البيئة. طيب كلمة يلوس دي اسمها بلوت. يبقى هنا رقم اربعة هقول له بلوت. اللي هي يلوس. طيب رجع مع الاجابات الثاني كده. اول اجابة رقم واحد قلنا ويل هاف. ويقى رقم اتنين هتبقى لس بلاستيك. يبقى رقم اتنين لس. وتلاتة هتبقى اللي هي طبعا معناها قابلة لاعادة الاستخدام. واخر حاجة رقم اربعة اللي هي اللي هو التلوس. او يلوس يعني. نجي بعد كده على السؤال اللي بعده هو سؤال الاختياري السؤال الاول. بيقول بعد كده بيقول طيب بيتكلم عن شيء زجاجي. الشيء ده طبعا بيبعث نور او ضوء واللي بيحول الكهرباء الى ضوء. هنا طبعا بيتكلم على المصباح الكهربائي او اللمبة يعني اللي هي بعد كده بيقول بيسأل بقى كلمة اللي هي معناها مستدام بتعني ايه? يجب ان يكون عندنا تنمية مستدامة. طيب كلمة مستدام دي بتساوي ايه بقى? طبعا بتساوي اللي هي معناها مستمر او مستدام لها نفس المعنى برضو. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. بعد كده بيقول كلمة بقى طيب هنا بيقول ان زيادة في الاسعار دي مشكلة كبيرة لمعظم الدول في العالم كله. بيسألك بقى كلمة اللي هي الزيادة او الارتفاع بتعني ايه? لها نفس معنا كلمة ايه? طبعا دي بتساوي عندي كلمة اللي هي زيادة برضو او ارتفاع. السؤال اللي بعده بيقول هنا. بيسأل بقى يجب ان انت تقلع عن التدخين. هنا طالب منك خلي بالك عكس كلمة اللي هي تقلع او تتوقف. طبعا دي عكسها تستمر اللي هي فاقول هنا طيب اللي بعده بيقول هنا. نقاط are plants that we grow on farms. طيب النباتات اللي احنا بنزرحها في الحقول والمزارة طبعا دي اسمها محاصيل. محاصيل اللي هي crops. واللي بعده بيقول هنا. wind turbines help us. طبعا توربينات الرياح بتساعدنا في الحصول على الكهرباء. بيكمل بيقول which is or an not source of energy. طيب خلي بالك بقى توربينات الرياح دي طبعا هي من مصادر الطاقة المتجددة. فده مصدر متجدد للطاقة. كلمة متجدد دي اسمها renewable. فاقول هنا renewable source. بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول my father not use to get up late when he was young. خلي بالك بقى. بيقول ان بابا عايز يقول لم يعتاد انه يستيقظ متأخر لمكان صغير. طيب when he was young ده حدث في الماضي. ودي عادة في الماضي. لما جان فيها بنفيها بdidn't. واعتنسى didn't use to زائد المصدر. فهنا هتقول لي didn't. واللي بعده بيقول هنا would she not her time if she were with us. طيب خلي بالك برضو. ده سؤال. وعندي هنا الرابط بتاعي اللي هو F. جاي في النص وجاي بعده ماضي بسيط. يبقى يجي قبل منه would زائد المصدر. هو جاي بلي would في السؤال. يبقى would she والمصدر. المصدر بقى اللي هو enjoy. هتشيل الاس هنا وترجع الفعل بدون اضافات. يبقى قول هنا enjoy. بعد كده بيقول my grand parents نوعات to live on a farm when they were young. طيب برضو دي عادة في الماضي. اجدادي اعتادوا ان هم يعيشوا في يعني آآ المزارع او الحقول لما كانوا صغيرين. طيب اعتاد ان في الماضي اسمها used to. هو جايب لي to والمصدر فانا اقول له used. واللي بعده بيقول if he came to the club I not with him. طيب نفسي الكلام. ادي الرابط اللي هو if جاي بعد منه ماضي بسيط يبقى دي الحالة التانية. الحالة التانية يبقى الجملة التانية would والمصدر. سهلة كده. فهتقول هنا I would. والفعل في المصدر اللي هو play. فأقول what play. اللي بعده بيقول هنا if حاتم نقاط. بعد كده بيقول he would go out with his friends. طيب خلي بالك بقى. ادي الرابط اللي هو if الجملة التانية would زائد المصدر. يبقى هنا دي الحالة التانية. حالة التانية يبقى عايز هنا بعد if ماضي بسيط. طيب ماضي بسيط يبقى قول له wasn't ليه wasn't? لانه طبعا not be. يبقى قول له wasn't. اجب ما منفياني. الصباح اللي بعد كده انا كمل مع بعض بيكون فيه عندنا الدرس الثالث والربع. طيب السؤال الاول بيقول هنا نقاط control is a device that helps you control and deal with a television. بيقول ايه هو الجهاز اللي بيساعدك انك انت يعني تتحكم وتتعامل مع التلفزيون. طيب هنا طبعا بيتكلم على جهاز التحكم اللي هو remote control. remote يعني. فهنا اول اجابة اللي هي remote. السؤال اللي بعده بيقول هنا نقاط energy is natural energy that doesn't disappear or burn when you use it. طيب ايه الطاقة? اللي هي عبارة عن طاقة طبيعية. لا تختفي. خلي بالك doesn't. ما بتختفيش او تتحرق بالاستخدام. دي طبعا طاقة متجددة. يبقى قوله هنا renewable energy. طيب اللي بعده بيقول هنا. it's an easy lesson. درس سهل. I will explain it to you. طيب بعد كده بيقول كلمة easy is the synonym of a. بيقول الدرس ده سهل. انا هشرحولك. بيسأل بقى كلمة easy اللي هي سهل. طالب منك معنى او مراضف كلمة easy. طبعا سهل بتساوي كلمة بسيط اللي هي simple. فاقوله هنا simple اللي هي طبعا بسيط. بعد كده بيقول. I saw an enormous elephant. the word enormous means an odd. طيب انا شفت فيه اللي يعني ضخم كبير جدا. وبيقول بقى كلمة enormous اللي هي معناها ضخمة يعني بتساوي ايه? بتعني ايه? طبعا بتساوي كلمة huge اللي هي برضو معناها كبير جدا او ضخم. واللي بعده بيقول another word كلمة اخرى. لكلمة make or create is a. طيب كلمة make يعني يصنع وكلمة create يعني يصنع ويبتكر. يعني الكلمتين دول بيجي زيهم كلمة produce بتسوي في المعنى اللي هي ينتج او يصنع يعني. فاقول له هنا produce. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. my parents الوالدين often نقاط agree with me on the suggestions that way is the time. طيب خلي بالك بقى. بيقول ان الوالدين يعني غالبا عايز يقول هنا لا يتطفقوا معي في الاقتراحات اللي بتهدر الوقت. يعني لا يوافقوا على الاقتراح اللي بضاع الوقت. طالب منك بقى ال prefix اللي ممكن تتحطي لكلمة agree تخليها لا يوافق. لا يعكسها يعني. بنحط لها في الاول dis. علشان تبقى disagree. السؤال اللي بعده بيقول هنا. if you not to do something you will definitely do it. طيب بيقول لو انت يعني بتعد بشيء انت بالتأكيد هتعمله. هنا عايز كلمة توعد اللي هي طبعا promise. if you promise. لو بتوعد بحاجة هتعملها. اللي بعده بيقول this factory doesn't produce any pollution. بعد كده بيقول it's a not project. المصنع ده بيقول لك انه لا ينتج اي تلقص. يبقى هو طبعا مشروع صديق للبيئة. ملائم للبيئة اللي هي green. فاقول له هنا green. واللي بعده بيقول هنا. he is clever at fixing cars. بعد كده بيقول لك كلمة fixing means not. بيقول ان هو شاطر يعني في تصليح السيارات في اصلاح العربيات. طالب منك بقى كلمة اصلاح بتعني ايه? بتساوي ايه يعني? طبعا دي بتساوي كلمة repairing اللي هي اصلاح برضو. واللي بعده بيقول هنا. we can use wind to produce energy. طيب بيقول بقى نقدر نستخدم الطاقة. عايز اقول هنا توربينات الرياح علشان ننتج طاقة. طيب توربينات الرياح دي اسمها wind turbines. فاقول له هنا توربينات. واللي بعده. in sunny places في الاماكن المشمسة they can get electricity from نقط انرجي. طيب الاماكن المشمسة طبعا بيقدروا ان هم يحصلوا على الكهرباء. من طبعا الطاقة الشمسية. طاقة شمسية دي اسمها solar energy. فالاجابة هنا تبقى solar. واللي بعده بيقول هنا اوران نقط is a natural disaster that causes many problems and damage. طيب كارثة طبيعية بتسبب يعني العديد من المشكلات والتلف والضرر. طبعا بيتكلم هنا عن الزلزال. دي الحاجة الوحيدة اللي موجودة عندي. اللي هي طبعا. الزلزال يعني. بعد كده هنا. and not is a machine that makes the air in a room stay cool or warm. طيب بيقول الالة يعني اللي بتجعل الهواء في غرفة انه يبقى بارد او دافي. طبعا بيتكلم هنا عن مكيف الهواء. التكييف يعني. ده اسمه air conditioning. فقوله هنا air conditioning. بعد كده نقط is a special ability to do something. طيب القدرة خاصة قدرة خاصة على فعل الاشياء. طبعا دي بنسميها قوة اللي هي طبعا باور. عندك يعني قدرة انك تعمل الحاجة. فهذه اسمها باور. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيقول هنا we add the suffix not to form the noun from organize. طيب احنا بنضيف اللاحقة ايه? خلي بالك علشان نكون الاسم من الفعل organize. بنحط هنا ti o in. عشان تبقى organization اللي هي طبعا منظمة. بعد كده بيقول the prefix not can be used to form the opposite of expensive. خلي بالك بقى البادئة اللي بنستخدمها علشان نكون عكس او مضاد كلمة expensive. بنحط هنا i in. دي معناها غالي السمن بتحط لها i in فتبقى غير غالي. بعد كده the acronym of the word frightened is a. يعني عكس او مضاد. هو طالب منك عكس كلمة خائف. طبعا دي عكسها شجاع. شجاع اللي هي طبعا brave. فاقول له هنا brave. واللي بعده بيقول the iron man owns special powers to help people. طيب بعد كده بيسأل كلمة own في الجملة بتعني ايه? هنا بيقول الرجل الحديدي بيمتلك قوة خاصة يعني لمساعدة الناس. طيب كلمة يمتلك دي بقى بتعني ايه? يعني عنده قوة خاصة. بتساوي كلمة have. واللي بعده بيقول grandpa was not because he didn't expect to see us today. طيب بيقول ان جده يعني كان ايه? بسبب انه ما كانش متوقع يشوفنا النهاردة. لم يتوقع يبقى كده ايه? هو كان مندهش. مندهش اللي هي كان متفاجئ كده لما شفنا. الصفحة اللي بعد كده يعني كمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. بيقول ان هو بيقضي اجسته. عايز يقول ان هو يعني بيتجول في المدينة. طيب دي اسمها move around. فهنا اقول له around. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيبدأ يمرني على سؤال المحادسة واهم الكلمات اللي موجودة في الوحدة التسعة. طيب نبدأ مع بعض. السؤال الاول بيقول هنا. what is the story about? بيسأل هنا. يعني القصة دي بتتكلم عن ايه? قال له في الاجابة. it's about the iron woman who made the factory not become fish. بيقول انها يعني عن المرأة الحديدية اللي جعلت عايز يقول لك بقى عمال المصنع يعني تحوله الى سمك. هنا طالب منك كلمة عمال. عمال دي اسمها workers. هتكتبها له هنا. وزي ما قلت لك السؤال ده طبعا ما بيجيش فيه الامتحان. هو هنا بيمرنك على المحادثة. اللي بعده بيقول. why did the iron woman want to not the factory? بيسأل بقى ليه يعني المرأة الحديدية? كانت عايزة انها تدمر المصنع. هو هنا طالب منك تكتب كلمة يدمر. طيب يدمر دي يعني destroy. فهنا انت هتكتب كلمة destroy اللي هي معناها يدمر. طيب. بعد كده قال له because from the factory was killing all the fish. بيقول بسبب يعني عايز يقول ان التلوث اللي بيجي من المصنع كان بيقتل كل السمك اللي موجود في النهر. هو طالب مني هنا كلمة تلوث. تلوث دي معناها pollution. فانت هنا هتكتب كلمة pollution. هو هنا بيراجع على اهم كلمات موجودة في اليونت. فاقول له طبعا pollution. واللي بعده بيقول هنا do all the factories not pollution. بيسأل سؤال. هل كل المصانع عايز يقول بتنتج تلوث? قال له في الاجابة لا. طيب كلمة ينتج او يصدر طبعا دي اسمها produce. فاقول له هنا produce اللي معناها ينتج. يبقى هل المصانع كلها بتنتج تلوث? قال له no I don't think so. لا اعتقد ذلك. طيب. قال له هنا كمان what would you do if a factory in your area produced pollution? بيسأل سؤال يعني? بيقول له لو في مصنع في منطقتك بينتج تلوث. قال له I would think of a not to stop this. بيقول اعتقد ان انا يعني هشوف طريقة ان انا وقف في هذا. بيسألوا يعني هتعمل ايه لو في مصنع في منطقتك بينتج تلوث. هو طالب مني يكمل الطريقة. اللي هي طبعا واي? طيب. بعد كده بنكمل مع بعض في نفس الصفحة بيبدأ بقى يمرني على سؤال مهم جدا وبيجي في الانتحان وهو سؤال ادهلك سؤال المحادسة. طبعا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تحل. نبدأ مع بعض. محادسة بتاعتنا بيقول هنا did you begin your summer holiday. بيسأل يعني هل انت بدأت الاجهزة الصيفية بتاعتك? طيب. قال له هنا حاجة. بعد كده سأل سؤال. قال له I spend my time reading stories. انا يعني بقضي وقت في قراءة القصص. يبقى هنا يقول له yes. ده سؤال بحل. يبقى هنا هو بدأ يقول له yes I did. ايوه يعني الاجهزة بدأت. طيب. قال له هنا سؤال كانت اجابته I spend my time انا بقضي وقتي في قراءة القصص. يبقى هنا بيقول له يعني ازاي انت بتقضي وقتك? ممكن اقول كده. او ايه اللي انت بتعمله? طيب هنسأل هنا بكيفة اللي هي how? اجي يقول له يعني how do you spend your time? يعني ازاي بتقضي وقتك? يبقى هنا how do you spend your time? ازاي بتقضي وقتك في الاجهزة? قال له في قراءة القصص. طيب. بعد كده قال له what story have you read presently. ايه القصة اللي انت? يعني اردتها مؤخرا. طب انا ما عرفش. لازم بقى تكمل المحادثة علشان تعرف. طيب خلان نكمل مع بعض كده. قال له هنا اسم القصة. رد عليه وقال له the iron woman. يعني المرأة الحديدية يبقى ده اسم القصة. يبقى الجزئية دي اللي وراها على المتعجب هتكتبها لها هنا تاني في رقم ثلاثة. هتقول the iron woman. المرأة الحديدية. عشان كده قلت لك مهم قبل ما تكتب اجابة انك تقرأ المحادثة كلها. طيب بعد كده سأله سؤال اللي كانت اجابته. it's about the iron woman who made the factory workers become. طبعا في اش. بيقول له هنا القصة بتتكلم عن ايه يعني? بيقول له عن السيدة او مرأة الحديدية. جعلت عمال المصنع يتحولوا الى سمك. يبقى هنا السؤال ايه بقى? السؤال what is it about? يعني القصة بتتكلم عن ايه? هجيب هنا قد استفهام اللي هي what? فقال مساعد is من الاجابة. وبعد هنا اعكس بها قوله it اللي هي القصة يعني about يعني عن. القصة بتتكلم عن ايه? طيب بعد كده في النهاية سألوا. قال له why? ليه يعني هي حولتهم لسمك? قال له because pollution from the factory killed the fish in the river. بسبب ان التلوس اللي بيجي من المصنع يعني بيقتل السمك في النهر. طيب. قال له في الاخر او it was a lesson for them. اه ده بقى درس بالنسبة لهم اكيد. فطبعا هنا يأكد على كلام وممكن يقول له مسلا you are right او يقول له that's right يعني هذا صحيح. بقول له ده درس اليوم. قال له طبعا ده صح. فقول له that's right. طيب. بعد كده عندنا محادسة تانية. نفس الكلام برضو هتقر المحادسة كلها. بيقول هنا what do you think the most dangerous problem for the environment. بيقول ايه او في رأي كاني ايه هو اخطر مشكلة للبيئة. طيب انا ما اعرفش. لازم بقى ان انا اكمل علشان اعرف. هنا رد عليه وقال له حاجة سأله سؤال. قال له what makes the most pollution? اه ايه بقى اللي بيعمل التلوس? يبقى اخطر مشكلة هو قال له عليها هي التلوس. يبقى هنا في الرقم واحد هتكتب I think انا اعتقد. وتقول اعتقد يعني ان هي مشكلة التلوس. عرفناها من ين من تكملة المحادسة? يبقى رقم واحد I think it's pollution. التلوس. قال له what makes the most pollution? اللي بعمل التلوس برضو لازم تكمل. قال له do all the factors. هل كل المصانع بتونتك تلوس? يبقى ايه اللي بيسببه? برافو عليك ايه اللي هو المصانع? يبقى هنا رقم اتنين هنقول the factors. اللي عرفنا لانه بعد كده بيسأله بقى عن المصانع. طيب هل كل المصانع بقى بتسبب تلوس? يبقى دي رقم اتنين. طيب بعد كده سؤال بهل? عايز يقول له كل المصانع بتسبب تلوس? فهو قال لنا من شوية في الاجابة اللي احنا حلناها. قال له no I don't. طبعا آآ I don't think so. انا لا اعتقد ذلك. ولو قلت no بس صح. ولو قلت no they don't صح. no I don't think so. بعد كده سأله سؤال كانت اجابته. I would think of a way to stop pollution if a factory in my area produced pollution. آآ بيقول بقى هنا ردا على السؤال. انا يعني هفكر في طريقة اوقف فيها التلوس. لو في مصنع في منطقتي بينتج تلوس. السؤال اللي احنا يحلينه من شوية. اللي هو بقى هتعمل ايه لو في مصنع يعني في مصنع في منطقتك بينتج تلوس. ما او ماذا اللي هي وات. بعدين اقول له اللي هي معناها ماذا? تفعل. اللي انت كنت هتعمله. وكمل بقى من اول اف لحد الاخر. خلاص كده? يبقى طبعا ماذا كنت ستفعل? لو يعني قصد يقول في مصنع طبعا هنا بقى في السؤال بتتحول الى وكان بيقول في الاجابة في السؤال هقول له يعني لو في مصنع بقى في منطقتك انت هنا بتسأل. وتكمل بقى وتقول هتعمل ايه? لو كان في مصنع في المنطقة عندك بيمتج اللي هي تلوس. طبعا الجملة اللي بنكتبها دي موجودة عندك في الاجابة. اخر كلمة دي طيب سألوا سؤال كمان كان اجابته. بيقوله بقى لو المصانع بتستخدم طاقة متجددة يعني مش هينتجوه تلوس. فهنا بيسأل عن حاجة يعني ممكن نقول له ماذا سوف يحدث? يبقى هنا نقول يعني في الاجابة اللي كان هيحصل يعني استخدمت الطاقة المتجددة. قاله في الاجابة ما كانش هيكون في تلوس. يبقى رقم خمسة. ماذا كان ماذا سوف يحدث لو المصانع. انت بقى بتكمل من آآ الاجابة للتحت. طبعا انرجي. اللي كان هيحصل يعني قال له مش هيكون في تلوس. الصفحة اللي بعد كده يعني كمل مع بعض. زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس ثالث والرابعة. واللي بيبدأ معايا بسؤال ده لك سؤال المحادسة. طيب اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. خلي بالك السطر ده مهم جدا. السطر ده بيعرفك المحادسة كلها بتتكلم معني. بيقول هنا سامي اند هاني ار توكينج اباوت سبيندنج زام ميد يير هولدائي. طيب سامي وهاني اللي دين بيتكلموا عن قضاء اجازة نصف السنين. طيب خلان شوف كده سامي بيكلم هاني وبيسأله. وير وال يو سبيند زام ميد يير هولدائي. بيقول له هتقضي الاجازة فين وير يعني اين. رد عليه في الاجابة. وقال له في اسوان. بعد كده هاني سأله سؤال. اللي كانت اجابته. بيقول له بقى الطقس بيكون رائع في اسوان. يبقى السؤال هنا عن الطقس في اسوان. هسأله ازاي بقى? لما تحب تسأل عن الطقس ممكن تقول يعني الطقس بيبقى عامل ازاي? what is the wizard? اللي هو الطقس يعني. وقول له like in اسوان. انت هنا بتسأل عن الطقس في محافظة اسوان? لانه في الاجابة قال له ان الطقس بيكون رائع. فسهلة بقى. تقول what is the wizard like? طبعا ان اسوان. طيب بعد كده سامي سأل سؤال وقال له who will you go with? مين بقى اللي معك. طيب علشان نعرف لازم اكمل. قال له حاجة سأله سؤال. we will stay at home. او my uncle's house. يعني هنوعد في بيت خالي. خلي بالك هنا ممكن تقول ان هو هيروح مع العائلة. يعني ممكن نقول I will go with my family. يبقى رقم اتنين هيقول له انا سوف اذهب مع عائلتي. I will go with my family. هروح يعني مع العائلة. طيب سامي سأل سؤال كمان اللي كانت اجابته. we will stay at my uncle's house. هنوعد في بيت مين خالي. فهنا اكيد بيسأله عن المكان. هتوعد فيني يعني. لما اجسأل عن المكان بس ابي where? فهنا بقى هتقول where? طيب الفاعل المساعدة اللي هو will. هتجيبه من الاجابة. وبعدين الفاعل اللي هو you. هتقول where will you? وطبعا هو اللي بيجي وراها الفاعل في المصدر فهتقول stay. يبقى where will you stay? اين سوف تبقى? how long will you stay? زير. بيسأله بقى how long يعني كم المدة الزمنية? هتقعد قد ايه هناك? طيب لازم هنا تقرأ عشان تعرف. مفيش حاجة محددة اكتب اي مدة. ممكن تقول I will stay. انا سوف ابقى for مثلا two weeks. اي مدة هتكتبها هتكون صح. لانه هو هنا مش محدد. خلا نقول I will stay for two weeks. ولو قلت for two weeks على طول صح. لمدة اسبوعين. قال له have a nice trip. تمنى لك يعني رحلة سعيدة فيقول له thank you. اللي هي شكرا. هيشكره يعني. فانا اقول له thank you. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال مهم جدا طبعا وهو سؤال read and complete تكملة النص. السؤال ده خلي بالك. هو عبارة عن نص صغير. النص ده بتقرأ كويس جدا وبترجمه على مهلك. وبيدي لك فوق هنا ست كلمات برضو بتترجمهم وتبدأ تختار منهم اربع كلمات وتكمل بهم الفراغات اللي قدامك دي. طيب النص بتاعنا بيقول هنا a large factory مصنع كبير in Denmark في الدنمارك يعني has an expensive way of producing renewable energy. بيقول ان في مصنع كبير في الدنمارك. عنده يعني طريقة موفرة غير مكلفة لانتاج الطاقة المتجددة. بعد كده بيقول it burns rubbish. هو طبعا بيحرق القمامة يعني. طيب بعد كده بيقول if the factory نقط. عايز يقول لو المصنع burn the rubbish. عايز يقول هنا يعني لو المصنع لم يحرق القمامة it would go to landfill sites. طيب هو طبعا ممكن ان هو يوديها لاماكن دفن النفايات. خلي بالك دي قاعد عليك في the unit. دي الحالة التانية من حالات F. قد الرابط. بصف هي الجملة التانية كده جاي فيها ود والمصدر. يبقى هنا اقول له didn't. مواضي بسيط. يبقى didn't burn. لم يحرق. by burning the rubbish. بحرق القمامة. بواسطة حرق القمامة. the factory. المصنع. enough electricity. المصنع بيقدر انه عايزوا لينتج كهرباء كافية للمنازل. طيب خلي بالك بقى. عايز هنا كلمة ينتج. ينتج يعني produce. فهنا اقول له produces. يعني بحرق القمامة. هيقدر ان هو ينتج كهرباء كافية لطبعا مئة وخمسين الف بيت. بيقول if the factory burned fossil fuels to make this نقط. على الناحية التانية بقى لو لو هو يعني حرق الوقود الحفري. او انتج الكهرباء بيه الوقود الحفري. خلي بالك عايز يقول هنا ان هو يعني انتج الكهرباء. الكهرباء اللي هي electricity. بيقول لو ان المصنع يعني حرق الوقود الحفري لكي ينتج الكهرباء electricity. اه هو هنا بقى ممكن ينتج عايز يقول يعني غازات كثيرة من غازات الاحتباس الحراري. يبقى دي رقم اربعة اللي هي جازس. طيب ارجع معي تاني يرجع الاجابات كده. اول اجابة رقم واحد وانها هتبقى didn't. didn't. ورقم اثنين هتبقى produces. produces. ورقم تلاتة هتبقى electricity. electricity واخر حاجة رقم اربعة هتبقى كلمة جازس. لها طبعا غازات الاحتباس. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندنا سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول هنا نقط بيقول بقى ايه اللي معناه قدرة خاصة على فعل الشيء وانها قبل كده اللي هي قدرة يعني او قوة. بعد كده بيقول علشان نحصل على عكس او مضاد الصفة اللي هي غالي السمن. بندفلها بدقة عشان تبقى غير غالي. اللي بعده بيقول هنا بيقول يعني ان المشكلة بتبدو معقدة. بعد كده بيقول ان هي لا تكون هزول بسيطة على الاطلاق. بسيطة اللي هي عكس كلمة كلمة اللي هي بسيط يعني. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا بيقول المصنع ده بيخصها يعني. هي بتمتلكه. طيب كلمة يمتلك دي اسمها فاقوله هنا طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب انك انت تقول الحاجة اللي هتعملها انت كده بتوعد بالحاجة دي. كلمة يوعد دي اسمها فاقوله هنا السؤال اللي بعده بيقول هنا. طيب بعد كده بيقول كلمة ريتشارجبو مينز زات وي كان تشارج زي من نوعات. طيب يجب علينا نستخدم طبعا البطاريات القابلة لأعادة الشحن. بيسألك بقى كلمة قابل ليه اعادة الشحن دي معناها نحن نقدر نشحنهم عايزول بقى مرة ومرة ومرة وهكزا يبقى هنا طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال السؤال الاول بيقول هنا نقاط خلي بالك بقى عايز يقول لو طاقة اقل استخدمت عايز يقول كداني يعني مش هيكون موجود تلوث بنسبة كبيرة. الرابط عندي اللي هو والجملة التانية بس خلي بالك بقى الصيغة دي صيغة مبني للمجهول. بيقول هناني طاقة اقل استخدمت. يبقى هنا هيجوارها تصريف تالت. فانت هنا هتقول يبقى هنا هنقول تصريف التاني طاقة اقل استخدمت. بعد كده بيقول عايز يقول لو هو ما بيكرهش التهران كنا هنسافر بي الطائرة. خلي بالك الرابط اف جاي في الجملة التانية وضو المصدر يبقى دي الحالة التانية. الحالة التانية بعايز هنا ماضي بسيط. الماضي بنفيه زائد المصدر. المصدر اللي هو هيت. فاقول ديدنت هيت. واللي بعده بيقول هنا. اف يو ايت مور سويتس يوم نقط باديز. برضو بيقول لو انت اكلت حلويات كتير يعني. عايز اقول هيكون عندك اسنان آآ طبعا آآ ضر. خلي بقى لك اف هنا جاي وراها ماضي بسيط يبقى الجملة التانية وده المصدر يبقى ود طبعا والمصدر اللي هو هاف فاقول هنا ود هاف واللي بعده what would happen if they not burn the rubbish برضو ده سؤال عايز يقول يعني ايه اللي ممكن يحصل لو هم يعني خلي بالك لم يحرقوا الوقود برضو اف يجي وراها ماضي بسيط فتقول لي دي دينت دي طبعا الحالة التانية من حالة اف واللي بعده بيقول هنا if you started learning a which one you choose نفس الكلام برضو الرابط اف جاء وراها ماضي بسيط الجملة التانية بتيجي وال والمصدر دي يا شباب اسمها الحالة التانية من حالات اف طبعا القاعدة دي مشروحة كلها عندك على القناة يبقى هنا هتجيب بقى what مش well وال في الحالة الاولى اما الحالة التانية بستخدم what طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال paragraph زي ما قلنا ده مجاب عنه في نهاية الكتاب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا الدرس الخامس والستس طيب السؤال الاول بيقول هنا a or an is an area of a country هنا بيقول لك منطقة من بلد طبعا ده تعريف لكلمة region اللي هي برضو منطقة السؤال اللي بعده بيقول هنا a or an نقاط is something to improve a difficult situation طيب الحاجة اللي بتتعمل لتحسين موقف صعب طبعا دي اسمها مبادرة مبادرة يعني initiative فهنا اقول له initiative اللي هي طبعا مبادرة طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا to نقاط means to make or produce اللي معناه كلمة يعني ينتج او يصنع عايز حاجة بتسويهم اللي بتسويهم كلمة create اللي هي برضو معناها ينتج او يبتكر واللي بعده to get the noun from farm we add the suffix a بيقول علشان نحصل على الاسم من كلمة farm بنضف لها suffix هنا هنا بنحط ing علشان تبقى farming اللي هي الزراعة السؤال اللي بعده بيقول هنا these aren't dangerous they are quiet noot بيقول البطاريات دي يعني مش خطيرة طيب هي بتكون الى حد ما ايه طالما انها مش خطر تبقى هي safe يعني امنة بعد كده بيقول what are the advantage of solar energy طيب بعد كده بيقول كلمة advantage has the opposite meaning of a طيب ايه هي مميزات الطاقة الشمسية بيسألك بقى كلمة مميزات دي بيكون لها opposite عكس او مضاد طبعا دي عكسها عيوب اللي هي disadvantage الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا I didn't expect that gift بعد كده بيقول it's so not طيب عايز يقول يعني انا ما توقعتش الهداية دي هنا بيقول لك انها مميزة جدا بالنسبة لي كلمة خاص او مميز دي اسمها special فهنا اقول له special السؤال اللي بعده بيقول هنا Egypt is full of beautiful not people enjoy them طيب بيقول كمان ان مصر مليئة بي عايز اقول المناظر الجميلة والناس بتستمتع بها جدا طيب قلنا كلمة مناظر دي يعني land escapes يبقى اقول له هنا فيها land escapes جميلة جدا واللي بعده بيقول power نقاط to generate electricity خلي بالك بقى محطات الطاقة دي هي المصانع اللي بتولد الكهرباء طيب محطة الطاقة اسمها power station فاقول له هنا station بعد كده بيقول they had a or an نقاط with my favorite writer on tv yesterday طيب هما هزول ان هما عملوا يعني اه مقابلة شخصية مع الكاتب المفضل مبارح في television طيب مقابلة شخصية او حوار ذا اسمه interview يبقى اقول له انترويو بعد كده بيقول اصولر نقاط is an area with many solar panels that provide electricity طيب هنا بتكلم عن طبعا المزارع الشمسية او محطات الطاقة الشمسية دي مناطق مليئة بالواح الطاقة الشمسية واللي طبعا بتمدنا بالكهرباء طيب محطات الطاقة الشمسية اسمها solar farm السؤال اللي بعده بيقول هنا نقاط is changing an area into desert خلي بالك بقى تعريف مهم جدا بيقول لك تحويل منطقة الى صحراء ده تعريف ليه desertification كلمة desertification اللي هي التصحر طيب بعد كده بيقول هنا she looks beautiful in her new dress بيسأل بقى وبيقول the opposite beautiful is a طيب هي بتبدو جميلة جدا في الفستان الجديد بيسألك بقى كلمة opposite يعني عكس او مضاد عكس كلمة جميل طبعا دي سهلة اللي هي ugly كلمة ugly اللي هي قبيح يعني واللي بعده بيقول هنا the or the word totally is a طيب يعني عكس او مضاد عكس كلمة totally اللي هي معناها تماما او كليتا دي عكسها partially اللي هي معناها جزئيا فاقول له partially طيب بعد كده بيقول to get the adjective from grow we add the صافيكس ايه علشان نحصل على الصفة من الفعل grow احنا بنحط له صافيكس لاحقة في الاخر هنا طبعا ing عشان يبقى growing اللي هو متزايد الصفة يعني ايه اللي بعده بيقول هنا when you write down something this means that you not it لما انت بتدون او بتكتب حاجة يعني ده معناه ان انت بتسجلها كلمة يسجل اللي هي record فاقول له record at طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا he always noot me i can't talk while he is talking طيب هو دايما عايز يقول لك بيقطعني في الكلام انا مش بقدر اتكلم لما هو يتكلم طيب كلمة بقى يقاطع دي اسمها interrupts اللي بقول له هنا interrupts اللي بعده بيقول هنا he does his best to make his project better he tries to not it هو بيعمل افضل حاجة عنده علشان يخلي المشروع بتاعه ينجح يعني يبقى هو بيحاول انه عايز يقول هنا يحسنه او يطوره اللي هي improve يطور او يحسن طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب بيقول انه هم بيعملوا دراسة للحياة البرية في افريقيا خلي بالك بقى كلمة survey بيجي بعده فاقول السؤال اللي بعده بيقول نقاط طيب عايز يقول يعني في رأيي ده مصطلح اسمه بيقول في رأيي الفلوس بتجعل الحياة تستمر يبقى هنا الصفحة اللي بعده كده انا كمل مع بعض بيبدأ هنا يمرني على سؤال مهم جدا وهو طبعا سؤال الديالوك سؤال المحادسة طيب اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك واترجمها قبل ما تحل وخلي بالك برضو السطر اللي فوق ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه بيقول هنا ا ديسكشن اباوت بولدنج ا باور ستيشن اوتسايد زيت طيب هنا في مناقشة عن يعني بناء محطة للطاقة خارج المدينة خلينا نشوف كده هنا ايه بيكلم بيه وبيقول له سؤال بيقول له يعني ايه رأيك في ان احنا بنخطط لبناء طبعا محطة طاقة خارج المدينة علشان تعرف رأيه لازم تكمل المحادسة هنا بيرد عليه بيقول رأيه بعد كده سأله سؤال الاجابة كانت بيقول علشان يعني هيدينا كهرباء ووظائف يبقى واضح ان رأيه كده المحطة دي كويس فاول اجابة هنقول اي سينك انا اعتقد ممكن اقول مسلا يعني انا شايف ان هي خطة كويسة يبقى اول حاجة رقم واحد خطة كويسة طيب سأله سؤال اللي كانت اجابته علشان بتدينا كهرباء ووظائف خلي بالك هنا بيسأل عن السبب اسأل هنا بي ممكن اقول بس كده وممكن اكمل واقول اللي هي يعني معناها ليه انت بتعتقد ذلك قال له هي حاجة كويسة قال له ليه بتعتقد ذلك طيب رد عليه بعد كده وقال له بالنسبة لي بقى بالنسبة لي انا شايف ان هي مش حاجة كويسة ولا حاجة رأيه مختلف يعني بدأ يسأله ليه بقى انت مش متفق معي طيب قال له هنا حاجة رد عليه وقال له اه خلي بالك بقى هو ده السبب بيقول يعني بسبب حرق الايه الوقود يبقى هنا ده الاجابة بقى يقول هنا بسبب ممكن اقول له طيب جبنا الاجابة دي منين من اللي بعد كده لانه بعد كده بيقول له يعني بتحرق الوقود الحفري يبقى هو ما بيحبش اه محطات الطاقة بسبب يعني انها بتحرق الوقود الحفري طيب بعد كده سأله سؤال كان اجابته يجب علينا اننا فقط نستخدم الطاقة المتجددة يبقى كده انا بيسأله ايه اللي لازم نعمله ممكن نقول مثلا ونقول ماذا يجب ان نستخدم من الطاقة يعني فقال له نستخدم الطاقة المتجددة في النهاية طبعا تقدر تقول ممكن تقول مثلا يعني انت محق الطاقة المتجددة طبعا بتكون افضل الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس الخامس والسادس طيب بيبدأ معايا بسؤال ده لك سؤال المحادسة زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا السطر ده بيعرفك المحادسة بتتكلم عني طيب بيقول هنا حمزة بيعزم ابن عمه يعني لي حضور حفلة عيد ميلاده طيب حمزة بيتكلم وبيقول له وبعد كده بيقول يعني انا حابب ان انا اعزمك تحت حفلة عيد ميلادي طيب سيف رد عليه وقال له وبعد كده قال له بيقول له رائع انت يعني كم بقى هيبقى عمرك طيب هو هيرد عليه هنا ويقول له عمر معين بص هو مش كاتب حاجة في المحادسة يبقى هنا تكتب اللي انت عايزه هيقول ممكن نقول مسلا يعني هيكون عندي اربعتاشر سنة خلاص كده لانه بقول له عمرك هيبقى قد قال له هيبقى عندي اربعتاشر سنة قال له وسأله السؤال بعد كده قال له بيقول يعني ان هو هيكون يوم الحد اللي جايب بالاييل يبقى واضح بيسأله عن الوقت لما تيجي تسأل عن الوقت بتسأل بي متى امتى يعني عيد الميلاد ده فيقول له هجيب برضو الفئل المساعد من الاجابة اللي هو وبعدين اقول بقول يعني متى تكون حفلة عيد ميلادك وبعدين اقول بي يعني هتكون امتى الحفلة دي قال له يوم الحد سأله سؤال الاجابة كانت خلي بقى كلمة زي كلمة ياس بيقول له بالتأكيد انا هاجي يبقى ده سؤال بهل هجيب هل من الاجابة اللي هي فيسأله هل انت هتحضر قال له ايوة هاجي فانا اقول له ويل بعدين الفعل اللي هو يو وهذا الفعل في المصدر اللي هو كام فانقول هل هتيجي قال له اه طيب سأله الهدية اللي انت حابب ان انا يعني اجابها لعد ميلادك طبعا هنا مش محدد حاجة طبعا تقول مسلا خلائنا نقول اه شكرا اي اي اقول له يعني شكرا لك انا مش عايز اي حاجة وطبعا لو كتبت ان هو مسلا قلت مثلا يعني انا عايز الساعة برضو صح. اي اجابة هنا هتكون صح. هنقول يعني شكرا انا لا اريد اي شيء. طيب سأله وقال له مين اللي هيجي معك تقدر تكتب اي حد برضو. ممكن تقول مسلا او تقول خلا نقول كل العائلة يعني هتيجي مع مين فقال له مع العيلة كلها يعني. طيب بعد كده قال له نيجي بعد كده على السؤال اللي بعده. بيكون عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال تكملة النص. السؤال ده بارها النص صغير. النص ده بتقرق كويس جدا وبترجمه على مهلك. وبيدي لك فوق هنا ست كلمات. الكلمات دي بتبدأ تختار منها اربع كلمات وتكمل بهم الفراغات اللي قدامك دي. طيب خلينا نشوف النص بتاعنا. بيقول هنا بعض الناس بعض الناس بتحب انها تعيش في مدن كبيرة والبعض الاخر لا يحب الحياة في المدن. طيب كمل جدا بيقول نوعات اه خلي بالك بيتكلم عن رأيه بقى. عايز يقول هنا انا شخصيا شايف ان الحياة في المدينة صعبة. يبقى اول حاجة رقم واحد هنقول شخصيا يعني شايف ان الحياة في المدينة صعبة دلوقتي. بيكمل بقول عايز يقول طبعا ده مصطلح انت حافظه بقى اسمه في رأيي وهيتكلم بقى عن الحياة القرية. يبقى هنا رقم اتنين. بيقول في رأيي حياة في الريف طبعا بتكون يعني اكسر هدوءا واكسر نظافة واكسر صحة يعني. بيكمله بيقول بيقول يعني الاكداد اكدادنا بيكمل نوع بيقول ان اكدادنا اعتادوا ان يعيشوا في القرى. طيب ادي تو والمصدر يبقى ايجاب لها دي عادة في الماضي. يبقى دي جملة مسبتة يبقى الرقم تلاتة اقول له. بيكمله بيقول بيسألك ام تبقى عن رأيك. يبقى اسمها تعتقد ايه في الموضوع ده? يبقى هنا رقم اربعة هقول له. طيب. نرجع الاجابة التانية كده شباب اول اجابة عندي رقم واحد انها هتبقى اللي هو شخصيا يعني. وهي رقم اتنين هتبقى في رأيي. ورقم ثلاثة. انها هتبقى القاعدة بقى اللي هي واجاب لتو المصدر في الجملة. واخر حاجة هتبقى think. طيب. نجي بعد كده على السؤال البعده. السؤال الاختياري. السؤال الاول. بيقول هنا. اف يو نقط سامون. يو سبيك تو ستوب زم فروم سبيكينج. انها قبل كده. لو انت بتقاطى شخصا معين انت بتتكلم ويتوقف عن الكلام. خلي بالك بقى كلمة يقاطع دي اسمها انترابت. طيب بقى كده بيقول زا تيكت انكلودز بريكفاست انز ترين. طيب بيسألك بقى بيقول زا معنى او مراضف كلمة بيقول التذكرة بتشتمل الفطار في القطر يعني. بيسألك انت بقى معنى كلمة اللي هي معناها يشتمل او يتضمن. طبعا دي بتساوي كلمة اللي هي يحتوي او يتضمن. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا البادئة نقط طيب البادئة اللي بتديني خلي بالك عكس او مضاد كلمة دي طبعا دي اي اس. عشان اقول اللي هي عكسها يعني يرفض. السؤال اللي بعده مقاطع. طيب المنظر اللي بيعرض لك منطقة او مكان يعني طبعا ده قلنا اسمه فاقول هنا واللي بعده بيقول اي رأيك يعني في الخطة الجديدة. المصطلح ده بقى بكل نفس معنى كلمة ايه? هنا هو عايز حاجة بتساوي اللي هو اي رأيك? طبعا اللي بتساويها في المعنى جملة زيها كده اسمها اللي هو اي رأيك برضو عن الحاجة دي. يبقى هنا طيب بعد كده بيقول طيب احنا بنحاول اننا نقلل التلوث. ده معناه اننا بنحاول نجعله ايه? خلي بالك بقى كلمة اللي هي التلوث دي كلمة لا تعد. لا تعد يبقى الساد مع لس. بنحاول نخليه اقل. طيب بعد كده شباب بيكون في عندنا سؤال السؤال الاول بيقول هنا اف اي نقاط طيب خلي بالك بقى دي الحالة التانية. الرابط موجود عندي هنا شوف الجملة السليمة. ود والمصدر. يبقى هنا عايز موضي بسيط. عايز يقول لو انا يعني عندي وقت كفاية انا ممكن ازورك. يبقى هنا عايز الموضي من اللي هو طبعا هاد. يبقى اول اجابة اي هاد. واللي بعده بيقول هنا. طيب خلي بالك بقى احنا قلنا دي الحالة تانية من حالات اف بنستخدمها يا شباب في حالة النصيحة. ممكن او هل يعني انت هتساعدني لو انا في مشكلة. طيب خلي بالك بقى اي احنا قلنا ده تعبير اسمه في الحالة دي ممكن اقول اف اي وير وممكن اقول اف اي واز اللي جابتين صح في الجزئية دي تحديدا لو انا كنت في مشكلة. قلنا التعبير ده شغال معنا اف اي وير او واز. طيب اللي بعده بيقول هنا اف اف يو كيم ارلي. طيب برضو دي الحالة التانية عند الرابط بيقول لك لو انت جيت بدري انت ممكن طبعا كان ممكن تقابل خيالك. خلي بالك بقى اف هنا جاء وراها ماضي بسيط يبقى الجملة التانية بيجي عندك طبعا وود والمصدر. دي يا شباب الحالة التانية من حالة اف. يبقى وود والفعل في المصدر اللي هو ميت. يبقى وود ميت. السؤال اللي بعده بيقول اف اي نقط يو اي وود شاين زا فوتبول تيم. طيب خلي بالك بقى لو انا برضو كنت مكانك دي برضو حالة نصيحة. انا كان ممكن اشترك في فريق كرة قدم. خلي بالك في حالة النصيحة بتقول اف اي وير يو. في النصيحة يا شباب في الحالة دي تحديدا كلمة بتيجي مع كل ضمار الفعل مفرد او كما. فتقول اف اي وير. تمام كده? يبقى هنا رقم اربعة ايجابتها برضو. اللي بعده بيقول هنا. نقط. طيب الطلاب برضو نفس الكلام دي الحالة التانية. انا عندي هنا فيه رابط في النص اللي هو اف. جاي بعد منه ماضي بسيط. ده ماضي. يبقى هنا اقول له وود والمصدر. فمش في الحالة الاولى. يبقى هنا وود. بعد كده سؤال ده طبعا مجاب عنه في نهاية الكتاب. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا الجزء الخاص باسئلة مجمعة من امتحانات المحافظات. طيب بيبدأ معي بسؤال تكملة النص. السؤال ده زي ما قلنا هو عبارة عن نص صغير. النص ده بتقراك ويز جدا وبترجمه على مهلك. وبيدي لك فوق هنا ست كلمات بتختار منهم اربع كلمات تكمل بهم الفراغات القدامك دي. طيب النص بتاعنا بيقول هنا بيقول جاري بيكون مهمل جدا. بيتكلم يعني. طيب بعد كده بيقول نقط بيقول لو كان حريص يعني عايز يقول كده. هو ما كان ش هيرمي الاكياس البلاستيكية في النهر. خلي بالك دي قاعدة عندك مهمة اللي هي الحالة التانية من حالة الربط ده بيجي بعده ماضي بسيط لما تكون الجملة التانية والمصدر. يبقى انا عايز الماضي هنا اللي هو يعني لو هو كان حريص. بعد كده بيكمل وبيقول بيقول كمان انا دايما بنصح ان هو طبعا عايز يقول هنا يتبع القواعد او التعليمات. طيب كلمة يتبع دي اسمها فولو. فاقول هنا فولو اللي هي التبع. تبع القواعد فور كيبنج زا اه انفيرومينت كليم واللي هتخلي البيئة انها تكون نظيفة يعني. اي اونسو اسك هم تو يوز نقاط باجز. اه خلي بالك بقى عايز يقول انا بطلب منه كمان انه يستخدم الاكياس القابلة لاعادة الاستخدام. طبعا دي اسمها فهنا رقم اه تلاتة هتبقى كلمة ليه يعني حقائب قابلة لاعادة الاستخدام لما يتصوق. يبقى رقم تلاتة بيكمل بعد كده بيقول دلوقتي هو بيتبع ايه? ويسلوكه بدأ ان هو يعني يتحسن. يبقى عايز يقول انه بيتبع طبعا نصائحي. نصيحة دي اسمها ادفايس. يبقى اقول له ادفايس. اتبع النصيحة ودلوقتي بقى كويس. طيب راجع مع الاجابات اتنين كده. اول اجابة رقم واحد هتبقى واضح ورقم اتنين قلنا هتبقى كلمة يتبع. وهي الرقم تلاتة هتبقى اللي هي قابلة لاعادة الاستخدام واخر حاجة هتبقى اللي هي نصيحة. طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال مهم جدا وهو طبعا سؤال اختياري. نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا. طيب بعد كده بيسألك بقى بيقول كلمة نقط. بيقول ان الصحراء الكبيرة بتبدأ من خلي بالك هنا الجانب الغربي لنهر النيل. طالب منك بقى كلمة اللي هي معناها كبير او ضخم. قادر استبدالها بايه? بتساوي ايه في المعنى? طبعا دي بتساوي كلمة اللي هي برضو معناها كبير او ضخم. اللي بعده بيقول هنا كلمة اللي هي يدمر طيب كلمة يدمر لها نفس معنى كلمة ايه? طبعا دي بتساوي كلمة اللي هي برضو معناها يدمر او يتلف. السؤال اللي بعده بيقول هنا نقط طيب ايه اللي بيتزايد بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر طبعا بتكلم هنا عن الفيضانات اللي هي السؤال اللي بعده بيقول هنا الحكومة بسبب طيب بيقول ان الحكومة بتبني مصانع اكتر في الصحراء لان المصانع بتنتج التلوث بيطلب منك بقى كلمة produce لها نفس معنى كلمة ايه طيب produce هنا معناها تنتج التلوث يعني تسبب التلوث فها بتساوي عندي فيه المعنى كلمة cause اللي هي معناها تسبب يعني فهنا اقول له cause اللي بعده بيقول هنا الاشجار بتأخد ساني اكسيد الكربون بتمتص ساني اكسيد الكربون وبتنتج الاكسجين علشان كده هي بتكون مفيدة لنا طيب كلمة مفيد اللي هي يوسفل فدي اسمها يوسفل بعد كده بيقول هنا the answer to this question is not we all got it right خلي بالك الاجابة على السؤال ده بتكون ايه كلنا جاوبنا صح يبقى الاجابة دي سهلة بسيطة يعني بسيط اللي هي simple فاقول له هنا is simple طيب في نفس الصفحة برضو هنكمل السؤال الاول فوق بيقول we form the noun from blue by the suffix a بيقول كمان بنكون الاسم من كلمة blue اللي هو معناه يعني يلوس باننا نضيف لاحقة هنا i o n عشان نحولها الى pollution اللي هو التلوث اللي هو الاسم يعني واللي بعده the prefix البادئة نقط gives the opposite of agree البادئة ايه اللي بتديني عكس او مضاد كلمة agree طبعا نحط في الاول هنا dis عشان تبقى disagree بعد كده بيقول the word make can give a similar meaning to the word نقط كلمة make ممكن انها تديني نفس المعنى لكلمة ايه make يعني يصنع او ينتج بتساوه عندي كلمة produce اللي هي برضو معناها ينتج واللي بعده بيقول we can't continue to use petrol for cars because it's not a احنا ما بنقدرش نستخدم طبعا البنزين والبترول ليه السيارة بسبب ان هو خلي بالك بيقولك not not يعني عايزك تقول غير مستدام مستدام اللي هي sustainable فقوله not sustainable يعني غير مستدام طيب بعد كده بيبقى عندنا سؤال correct السؤال الاول بيقول هنا جابر used to play football when he was student تمام كده اكمل بقى بيقول but ولكن nowadays he not جابر اعتاد انه يلعب كرة قدم لما كان طالب دي عادة في الماضي لما يجب لك but بقى وجملة تانية يبقى هنا عايزك تنفي في المدارع البسيط تاني كده هو بقى دلوقتي ايه هو اعتاد انه يلعب كرة يبقى دلوقتي ما بيلعبش يبقى له doesn't هتحط الجملة بعد but في المدارع البسيط طيب يبقى له doesn't اللي بعده بيقول there would be less pollution if we not more trees طيب دي قاعد علينا الحالة التانية من حالات f يعني هيكون موجود تلوس اقل لو خلي بالك زرعنا اشجار احنا قلنا ان f لما بيجي قبلها ودو المصدر بيجي بعدها موضي بسيط يبقى له planted الفعل هنا هتحط له ايه دي في الآخر اللي هو الماضي طيب بعد كده بيقول علي نقط to like cheese بيكمله بيقول but now he loves it طيب هو هنا بيقول ان علي عايزه لم يعتاد على الجبنة ولكن دلوقتي هو بيحبها قلنا شباب لما يكون فيه but بننفي بقى ايبا هنا اقول له didn't use هو اجيب لك تو المصدر كلمة use تو بن فيها بdidn't يبقى didn't use لم يعتاد على الجبنة واللي بعده بيقول هنا i didn't use نقط chess when i was young طيب احنا قلنا ان didn't use بيجي بعدها تو المصدر فالصحة هنا ان التول to play انا يعني لم اعتاد ان انا العب شطران يبقى هنا to play اللي بعده بيقول هنا if i had more time i not read more box طيب بيقول لو انا عندي وقت كتير دي الحالة التانية من حالات if if جاي وراها موضي بسيط يبقى الجملة التانية what والمصدر انا كنت هقرأ كتب يبقى هنا اقول له what اما واللي دي الحالة الاولى احنا هنا عايزين what واللي بعده بيقول we not to get our shopping in plastic bags now we don't طيب هنا عايز يقول احنا تعودنا نتسوق في حقائب بلاستيكية طيب بيقول دلوقتي بقى احنا ما بنعملش كده طيب دي عادة في الماضي عادة في الماضي يا شباب يبقى تقول له هنا we اسمها used to طيب هو جايب لك to انت كل اللي هتعمله هتكتب used اللي بعده بيقول هنا in the past في الماضي people الناس not send letters now they send emails بيقول يعني في الماضي الناس اتعودوا ان هم يرسلوا خطابات دلوقتي بيرسلوا ايميل طيب انا عايز اقول هنا used to اعتاد انا في الماضي اسمها used to هتزبط بس الكلمة تقول له used to send الصفحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا امتحان نهائي على الوحدة التسعة بالكامل واللي بيبدأ معايا بيه سؤال مهم جدا وهو سؤال الديهلك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحال وخلي بالك السطر اللي فوق ده بيكون مهم جدا السطر ده بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه طيب بيقول هنا طيب عادل بيتكلم مع امير اللي بيقرأ مقالة عن التلوث طيب خلينا نشوف كده عادل بيكلم صاحبه وبيقول له يا سلام بيقول له انت بتعمل ايه يعني طيب احنا عرفنا من السطر الفوق ان هو بيقرأ مقالة يبقى دي الاجابة رقم واحد فهتقول هنا عشان كده بقول لك السطر الفوق ده مهم جدا وممكن يكون فيه حل نقطة او اتنين من المحادسة يبقى اول اجابة هنقول انا بقرأ مقالة طيب رد علي بسؤال وقال له المقالة دي عن ايه طيب ما هو برضو كتب لي هنا اذا مستر اجابتين عادي جدا فرقم اتنين هنا هتكتب هي عن التلوث خلي بالك سؤال المحادسة غالبا الاجابات كلها جوا المحادسة يبقى رقم اتنين المقالة عن التلوث طيب عادل بعد كده سأل سؤال لازم اقرأ الاجابة عشان نعرف السؤال نقدر نوقف التلوث عن طريق زراعة اشجار اكتر هنا بيسأل عنك كيفية ازاي يعني نقدر نوقف التلوث كيف دي اسمها هاو فهنا هتقول هاو والفعل المساعد او ناقص بتجيبه من الاجابة اللي هو كان فهتقول هاو هتقول يعني ازاي اننا نقدر نوقف التلوث يبقى رقم تلاتة بتسأل وبتقول هاو كان ازاي نقدر نوقف التلوث عن طريق زراعة اشجار طيب بعد كده عادل سأل سؤال اجابته كانت بسبب بقى ان الاشجار بتنطس ساني اكسيد الكربون وبتجعل الهواء نظيف اكيد هنا بيقول له ليه لازم نزرع اشجار كتير بيسأل هنا عن السبب لما يكون فيه بيكوز بتسأل بواي فممكن تكتب واي بس كده هتكون صح وممكن تكمل طول معناها ايه بقى؟ معناها ليه؟ يجب اننا نزرع اشجار اكتر قال له علشان الاشجار دي بتنطس ساني اكسيد الكربون وبتخلي الهواء يعني بيكون نظيف طيب يبقى هنا طيب بعد كده عادل الحاجة عشان اعرفها لازم اكمل قال له اتفق معك بيقول له يعني اعادة تدوير القمامة ممكن برضو يكون حل للمشكلة يبقى كده عادل هنا بيقول له حاجة لها علاقة باي اعادة تدوير القمامة ممكن تنقل الجملة دي تاني زي ما هي هتقول عادل اللي بيتكلم بقى بيقول كمان ايضا يعني اعادة تدوير القمامة ممكن اكمل للاخر واقول يعني كمان اعادة تدوير القمامة بتحل المشكلة طب ليه تكلمنا في الجزئية دي؟ لان بعد كده صاحبه بيرد عليه بيقول له انا اتفق معك وقال له الجملة اللي هو الها فوق بقى اللي هو فعلا اعادة تدوير القمامة ممكن يحل لإيه المشكلة يبقى دي الاجابة رقم خمسة طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال تكملة النص السؤال ده زي ما تعودنا هو عبارة عن نص صغير النص ده بتقرق كواس جدا وبترجمه على مهلك وبيدي لك فوق هنا ست كلمات الكلمات دي بترجمها وتختار اربع كلمات تكمل بيهم الفراغات اللي قدامك دي طيب النص بتاعنا بيقول هنا بيقول اخويا بيحب يعني التليفونات جدا بيكمل هو اعتاد انه عايز يقول يبقى عنده احدث تليفون ما بيقاش يستخدمون كتير بسبب ان هما مش ايه طيب خلان حالي كده رقم واحد احنا قلنا شباب بييجي بعدها الفعل في المصدر يبقى هنا اقول له اعتاد ان يكون لديه افضل تليفون يبقى هنا اول حاجة طيب الحاجة التانية كان بيقول لي ان الحاجات دي بقى غير طبعا هنا اللي ينفع اقول غير مستدامة يبقى هنا رقم اثنين هقول له طبعا طيب بعد كده بيقول هو بيفضل انه يستخدم ايه بقى قابل لاعادة الشحن طيب هنا بتكلم على البطاريات قابلة لاعادة الشحن يبقى رقم ثلاثة تبقى كلمة عايز يستخدم بطارية قابلة لاعادة الشحن بعد كده بيقول هو بيقدر يشارك يعني في حماية عايز يقول في حماية البيئة طبعا يبقى رقم اربعة هتبقى كلمة البيئة دي رقم اربعة طيب راجع معا الاجابات بسرعة كده اول اجابة قلنا يوزد تو بيجي وراها المصدر فاخترنا كلمة والتاني اجابة قلنا كلمة اللي هي غير مستدامة ورقم ثلاثة هتبقى كلمة اللي هي بطاريات غير قابلة لاعادة الشحن واخر حاجة اللي هي طبعا البيئة طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال القطعة زي ما قلنا اهم حاجة انك انت تقرأ القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل دلوقتي هنبدأ نقرأ القطعة بتاعتنا علشان نحل عليها طيب بيقول هنا بيقول ان ما فيش حاجة تقدر انها تعيش بدون طاقة كل الحاجات دي بتحتاج طاقة يعني علشان تقدر تعيش والالات كمان بتحتاج طاقة لكي يتعمل طيب بعد كده بيكمل وبيقول معظم الطاقة طيب معظم الطاقة اللي احنا لازلنا بنستخدمها بتيجي يعني من الوقود الحفري بيقول لي بقى مثلا والبترول والغاز نقدر نسمي الحاجات دي شكل غير متجدد من اشكال الطاقة طبعا شكل غير متجدد من اشكال الطاقة بسبب ليه بقى ان دي محدودة جدا ان الحاجة دي محدودة وغالية بيقول كمان ان استخدام الوقود الحفري ده بيزيد من كمية ثاني اكسيد الكربون في طبعا الغلاف الجوي وفي النهاية بيلوث البيئة بيكمل وبيقول المياه والرياح نقدر نستخدمه في طبعا انتاج الكهرباء بيتكلم عن نوم وبيقول الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض ارية القطع كان بيتكلم عن طاقة المياه والرياح كان بيقول كان بيتكلم عنهم وبيقول ان هي طاقة غير مكلفة ونظيفة ولا تلوث البيئة بعد كده بيقول نقدر نسميهم اشكال متجددة للطاقة بعد كده بيقول الطاقة بقى اللي بتيجي من الشمس هي افضل شكل من اشكال الطاقة طيب بيكمل معايا وبيقول طبعا بتعتمد على الشمس بدون الشمس يعني ان بتات برضو مش ممكن انها تقدر انها تحصل على الطعام نفس الكلام برضو بيكمل بعد كده وبيقول كوكب الارض كوكب الارض يعني هيتجمد ممكن يتجمد ويكون غير صالح للحياة بعد كده بيقول لهذا السبب علشان كده فيه اهتمام كبير جدا بالطاقة الشمسية بعد كده بيقول لانها مهمة لنا من المهم نحن نوفر الطاقة في منازلنا بيكمل وبيقول وكمان لازم نوقف من استخدام الطاقة الغير متجددة كمصدر للطاقة طيب بعد ما قررنا القطع وفهمناها نبدأ نحلم مع بعض اسئلة القطع بيكون في عندنا تلات اسئلة اختياري نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا طيب الفكرة الرئيسية للنص طيب القطع كلها بديتكلم عن الطاقة بيقول له السؤال اللي بعده بيقول هنا كمية ثاني اكسيد الكربون بتزيد في الغلاف الجوي لما احنا بنستخدم شكل ايه من اشكال الطاقة طبعا بنستخدم الطاقة من الفوسيل فيولز اللي هي طبعا الوقود الحفري واللي بعده بيقول هنا نقاط بيقول نوعين من الطاقة الغير متجددة هو قال لي في القطع تلات انواع جاب لي في الاختيار هنا وطبعا البترول طيب بعد كده بيكون عندي اسئلة مقالية على القطع نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول اشار من القطع ليه يعني الشمس والرياح والمية دي بتكون اصدقاء للبيئة هو قال لي في اول سطر في الصفحة دي بيقول انهم يعني زي ار زي ما قلنا زي ار ان اكسبنسيف دي طبعا موفرة غير مكلفة واعمل كمع وقال له كلين ونظيفة وفي الاخر اقول الكلام ده هو قاله في القطع بيقول ان طاقة الرياح والشمس والمياه دي طاقة ان اكسبنسيف يعني موفرة كلين نظيفة دونت بلوت دونت بلوت يعني لا تلوس ات اللي هي البيئة لا تلوسها اللي هي طبعا البيئة كلمة ات عايدة على البيئة بعد كده بيقول هنا في جملتين خلي بالك لخص النص الاول طيب هنقول مسلا اللي هي اول جملة هو كتب هالي في القطع احنا ما نقدرش نعيش بدون الطاقة دي كده اول جملة ما نقدرش نعيش بدون الطاقة طيب ممكن الجملة التانية اقول له بط ولكن دي الجملة التانية بقى نقول مسلا استخدام كان بيتكلم على استخدام نص الاول كله بيتكلم على اضرار طاقة الوقود الحفري يبقى منقدرش نعيش بدون طاقة ولكن استخدام اللي هو الوقود الحفري ده طبعا بيلوس اللي هي البيئة يبقى ده كده الجملتين اللي هو طلبهم من بعد كده بيقول طيب من الضروري ان احنا استخدم الطاقة الشمسية اعطي اسباب السؤال ده وهو السؤال الاول هتقول مسلا بسبب طاقة الشمسية اقول له نظيفة وغير مكلفة يبقى هنا هتقول بقى مميزات الطاقة الشمسية بسبب غير مكلفة او رخيصة يعني طيب بعد كده هنكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال اختياري نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا طيب نقدر اننا نكون الحال او الظرف من كلمة بدنا نضف لها لاحقة في الاخر هنا بنحط تبقى بعد كده بيقول بيسألك بقى كلمة نقط طيب الفيل بيكون هنا عايز يقول حيوان ضخم جدا في الحجم كلمة اللي هي كبير جدا او ضخم بتساوي كلمة ايه طبعا دي لها نفسة معنى كلمة اللي هي كبير جدا برضو واللي بعده بيقول هنا نقط environment is a place where there is little or no pollution طيب بيتكلم هنا بيقول لك البيئة الايه هي المكان اللي بيكون فيها يعني تلوث اقل هنا بتكلم على بيئة انظف اللي هي طبعا greener environment هقول له هنا greener الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا طيب بعد كده بيسألك بقى بيقول لك كلمة less بيقول انا عاوز يكون عندي نظام لتكييف الهواء بيستخدم كهرباء اقل خلي بقى لك الكهرباء لا تعد كلمة اقل بيتيجي مع الكلمات التي لا تعد لما يطلب عكسها بقى بتجيب له اللي هي برضو بيتيجي مع الكلمات التي لا تعد اللي هي معناها اكثر السؤال اللي بعده بيقول هنا a or an is a machine that keeps a room's temperature normal طيب بيقول الآلة اللي بتجعل درجة حرارة الغرفة تكون عادية طبعا دي سهلة بقى اللي هو مكيف الهواء فبنقول هنا air conditioner طيب اللي بعده بيقول هنا to not means to make or produce طيب اللي معناه انك انت تصنع او تنتج ان دي بتساوي كلمة create اللي معناها طبعا يبتكر او ينتج السؤال الكوريكت السؤال الاول بيقول هنا did you use نقاط by train when you were at university خلي بالك بقى did you use دي بيجوارها to المصدر او هتنسى to يجوارها الفعل في المصدر فانت بس هتكتب to travel بمعنى هل انت اعتدت انك تسافر بالقطار اللي بعده we didn't use to use energy saving light bulbs but ولكن we not now احنا متعودناش اننا نستخدم مصابيح الطاقة الموفرة بيقول لك بقى but ولكن احنا دلوقتي بنعمل كده خلي بالك قلنا but ييجوارها مدارع بسيط طالما عادي في الماضي وباط يبقى مدارع بسيط مدارع بسيط we big ma do هتقول لي do now اللي هو الفعل في المصدر يعني بعد كده how would you behave if you not your mobile in a restaurant طيب بيسأل هنا خلي بالك بقى انا عندي الرابط اللي هو f جاي قبل منه ودو المصدر يبقى دي الحالة التانية الحالة التانية يبقى f هيجوارها موضي بسيط طب الماضي من lost اللي هو lost يبقى هنا اقول له lost السؤال اللي بعده بيقول هنا we would have fewer storms of climate change نقط احنا هيكون عندنا طبعا ريح اقل لو التغير المناخي عايزوا لك l برضو دي الحالة التانية f هيجوارها موضي بسيط طب الماضي من stop اللي هو طبعا stopped ده فعلا منتظم هيكون اخره ed طيب اللي بعده بيقول people الناس didn't not communicate on social media 30 years ago الناس لم تعتد ان هي تتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 30 سنة خلي بالك didn't beجوارها use to زائد المصدر هو هنا جايب لك using هتخليها use واهم حاجة انك هتكتب didn't use to communicate طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال paragraph زي ما قلنا ده مجابعا انه في نهاية الكتاب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء الاسئلة الخاص بي طلاب الازهر الشريف واللي بيبدأ معايا بي سؤال مهم جدا وهو سؤال المحادسة طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل خلي بالك السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عني طيب بيقول هنا حسن and salma are talking about climate change حسن وسلمة بيتكلموا عن التغير المناخي طيب هنا حسن بيكلم سلمة وبيقول لها hi salma how are things بيقول لها يعني الاخبار كيف الحال فقالت له fine thank you شكرا انا بخير طيب حسن قال what did your science teacher talk about today ايه الحاجة اللي مدرس العلوم اتكلم عنها النهاردة طيب انا ما عرفش لازم اكمل عشان اعرف هنا قالت حاجة حسن سأل سؤال كانت اجابته climate change تغير المناخي means that some changes will affect the environment طيب هي قالت ان التغير المناخي بيعني تغير اللي بيأثر على البيئة يبقى اكيد المدرس هنا كان بيتكلم عن التغير المناخي يبقى رقم واحد هنكتب فيها about climate change يبقى هو كان بيتكلم عن التغير المناخي طيب عشان كده مهم جدا تقرأ المحادسة قبل ما تحل اول اجابة رقم واحد هنقول about climate change تغير المناخي طيب حسن سأل سؤال كانت اجابته ان التغير المناخي ده بيعني او مقصود به يعني هو التغير اللي بيأثر على البيئة طيب خلي بالك بقى لما تلاقي الاجابة فيها كلمة means معناها يقصد او يعني يبقى تسأل هنا ب what does المقصود يعني بيتغير المناخي تقول what does climate change mean يبقى هنا شباب السؤال رقم اتنين هيبقى what does climate change mean طيب بعد كده حسن بيبدأ يسأل ويقول what can we do to face this problem اللي نقدر نعمله عشان نواجه المشكلة دي طيب هنا سأل ما ممكن تكتب مثلا we should plant more trees يعني نقدر اننا نزرع يعني اشجار اكتر علشان نوقف اتغير المناخي خلي بالك السؤال رقم تلاتة هتقدر تكتب فيه اي حاجة تانية هيكون صح خلاص كده؟ فهنقول we should plant more trees طيب بعد كده بيكون فيه عندنا سؤال اختياري نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا شادي نقط if he read زا ايميل طيب خلي بالك بقى انا عندي الرابط اللي هو if دي الحالة التانية لان الرابط هنا جاي ورا ماضي بسيط اللي عرفك لان دي لو كانت مداركة يبقى reads انما دي ماضي بسيط فنقول هنا what reply بعد كده بيقول if we not more time we would visit our cousins in the village نفس الكلام برضو لو احنا عندنا وقت كفاية كنا زورنا ولادة عمي في القرية خلي بالك بقى would والمصدر يبقى دي الحالة التانية يبقى ايه هيجوا وراها ماضي طيب الماضي من have اللي هو had جدعة اللي بعده بيقول we can't continue to use petrol for cars because it's not a مش هنقدر نستمر في استخدام البترول بسبب ان هو خلي بالك not يعني غير مستدام عايز اقول not sustainable هنا بينفي فاقول له not sustainable غير مستدام واللي بعده not your glass paper and plastic products to conserve energy طيب عايز اقول لك قاعد تدوير المنتجات الزجاجية والورقية والبلستيكية لان ده هيحافظ على البيئة طيب يعيد تدوير دي اسمها recycle فاقول هنا recycle بعد كده بيكون في عندنا سؤال paragraph بالمسبة ليه الازهر عندك ست جمل سؤال سهل جدا ان شاء الله ينزله مذكرة قريب على القرية الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا نموذج بور سعيد التجريبة طيب هنا بيجيب لك سؤال ده لك سؤال المحادسة في صورة اختياري لازم برضو تقرأ المحادسة كلها واترجمها قبل ما تحل وتقرأ السطر اللي فوق واترجمه طيب المحادسة بتاعتنا بيقول هنا خالد خالد قرأ قصة عن المرأة الحديدية خلاه نشوف كده يوسف بيكلم خالد فقال له هل انت قرأت قصة المرأة الحديدية انت هنا بقى بتختار من الاختيارات دي طيب هو قال لنا في السطر الفوق انه هو ارى فهتقول yes I have طيب بعد كده يوسف هيسأل سؤال تاني هتختار انت من الاسئلة دي بناء على الاجابة خلد الف الاجابة هي عملاقة يعني كبيرة بعيون حمراء طيب بيوصف المرأة الحديدية يبقى يقول له كانت عاملة ازاي كيف دي اسمها هاو فهنا هتختار السؤال الاخير اللي هو هاو كانت عاملة ازاي يعني طيب يوسف هيسأل كمان سؤال برضو لازم اقرأ الاجابة عشان اعرف اختاره الاجابة خالد قال له هي جات المصنع خلي بالك بقى لكي تدمره يبقى بيسأل هنا عن السبب لما تيجي عن السبب بتسأل بواي فهتقول ليه هي جات المصنع قال له عشان تدمر طيب بعد كده يوسف سأل سؤال كمان سؤال بدأ بdid يعني سؤال بهل هل هي دمرته طيب بص في الاختيارات الاجابة الوحيدة اللي تنفع اللي هي no she didn't لان السؤال بدد فاللي بتسأل بيه بتجاوب بيه يبقى بقوله هنا no she didn't طيب في نفس الصفحة برضو هنكمل المحادسة لسه مخلصتش بيقول هنا what is the moral of the story ايه المغزة من القصة طيب هتقرى الاختيارات هتلاقي المغزة we should طبعا protect the environment لازم اننا نحافظ ونحمي البيئة طيب بعد كده شباب بيهديني برضو سؤال كوريكت في صورة اختياري السؤال الاول بيقول هنا if i not rich i would help the poor خلي بالك لو انا كنت غني انا كنت هساعد الفقراء هنا عايز يقول if i were خلي بالك بقى احنا قلنا ده ماضي فتقول لي if i were ده تعبير على بعضه كده بعد كده she used to be lazy but now she not هي اعتدت انها تكون كسولة ولكن دلوقتي هي ايه خلي بالك احنا قلنا but بيجوارها مدرع بسيط طيب يبقى عايز ينفي بقى الشي بتاخد is هنفيها تبقى isn't دلوقتي هي انبقتش كسولة يبقى يوز to be بتستخدم معها is او are بعد كده i used not to school with my cousin when i was a child طيب احنا قلنا ان كلمة used دي بيجوارها to المصدر فتقول used to go انا اعتدت ان انا اذهب الى المدرسة بعد كده where not she used to spend her summer holiday بيسأل سؤال طبعا السؤال ده في الماضي فهنا لان فيه used to دي عاية ده في الماضي used to بتسأل انها did فتقول لي did she used to اللي بعده بيقول هنا if they went early they not find available tickets for the show بيقول لو هم ذهبوا مبكرا هم ربما كانوا وجدوا تساكر متاح على العرض طيب ده الحالة التانية بستخدم فيها might or could او would فقلوا هنا might طيب بعد كده بيكون عندنا اخر صفحة في الوحدة التسعة بيجيب لي مراجعة على اول تلات وحدات الوحدة السبعة والتمنة والتسعة طيب نبدأ مع بعض كده شباب انتحان بيبدأ معايا بسؤال ادالك سؤال المحادثة طيب زي ما تعودنا اهم حاجة انك تقرأ المحادثة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تحل والسطر الفو ده مهم جدا برضو بيعرفك المحادثة بتتكلم عني طيب المحادثة بتاعتنا بيقول هنا احمد و هاني احمد و هاني اللي اتنين بيتكلموا عن مشروع مدرسي بيعملوا يعني طيب خلانا نشوف كده احمد بيتكلم هاني بيقول له هلو هاني رد عليه وقال له له احمد وقال له what are you doing انت بتعمل ايه اكيد بيعمل المشروع ده طيب احمد رد عليه بعد كده هاني سأل سؤال كانت اجابته it's about the bamboo عن نبات البامبو يبقى هنا بيقول له انا بعمل مشروع خلاص يبقى اول حاجة تقول I am doing my school project يبقى اول اجابة احمد بيرد بقول له I am doing my school project انا يعني بعمل مشروعي الدراسي او البحث المدرسي بتاعي يبقى رقم واحدة شباب I am doing my school project هاني سأل سؤال كانت اجابته ان المشروع ده عن نبات البامبو اللي هو الخيزران يعني فاكيد هنا بقى بيسأله المشروع ده عن ايه طيب هسأل ازاي بقى هقول what اللي هي ما او ماذا الفعال المساعد بيجيبه من الاجابة اللي هو is يبقى what is ممكن اقول it وممكن اقول the project خلاني نقول it يبقى what is it about يعني هاني بيقول له هو عن ايه what is it about قال له عن البامبو هاني سأل سؤال كانت اجابته because my teacher asking me to do this project بسبب ان المدرس هو يعني اللي طلب مني اعمل عن هذا المشروع فاكيد هنا بيسأله عن السبب طالما الاجابة فيها because بيسأل به why هيقول له هنا why ليه يعني did you choose ليه انت اخترت this project هذا المشروع قال له عشان المدرس هو اللي قال لي يبقى هنا رقم تلاتة هسأل هقول why did you choose ليه اخترت وكمل بقى قول this طيب نكمل تحت هنا ونكتب project ليه اخترت هذا المشروع فقال له المدرس هو اللي قال لي هاني قال what do you think of this plant بيسأله عن رأيه في النبادة ايه رأيك بقى في النبادة اللي هو البامبو طيب كمل عشان تعرف احمد قال له حاجة بعد كده قال له I agree with you اتفق معك it's useful plant اه بقول له ده نبادة مهم جدا او مفيد جدا فده رأيه فانت هنا بقى في رقم اربعة هتقول I think انا اعتقد وتكتب بقى الجملة التانية دي اللي هي it's a very useful plant يبقى اعتقد ان هو نبادة مفيد جدا يبقى دي رقم اربعة I think it's a very useful plant في الاخر احمد قال له do you need any help هل انت محتاج اي مساعدة فممكن يقول له no هيقول له نو هيشكره فيقول له no thanks لا يعني شكرا طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال تاني مهم جدا وهو read and complete تكملة النص السؤال ده عبارة عن نص صغير بتقرأ كويس جدا وبترجمه على مهلك وبيديلك فوق هنا 6 كلمات اي الكلمات دي بترجمها وتختار اربع كلمات تكمل بيها الفراغات طيب النص بتاعنا بيقول هنا there are a lot of نواط arts in Egypt يوجد يعني هايز اقول فنون تقليدية كتير في مصر كلمة تقليدي دي اسمها traditional يبقى رقم واحد اقول له traditional art بعد كده بيقول هنا خلي بالك بقى عايز اقول انا اتعلمت عن الفنون دي النهاردة الصبح او النهاردة في المدرسة دي سلط ماضي فانت هنا هتختار الفعل في الماضي اللي هو طبعا اخروق فرقم اثنين هتقول طيب بعد كده بيقول ا نواط يوسس اماشين كولد اهلهم بيقول مين بقى اللي بيستخدم اهلا اسمها النول طبعا ده النساج بقى اسمه ويفر يبقى هنا رقم ثلاثة اقول له ويفر النساج بيكمل بيقول هو بيمرر الخيوط فوق بعضها علشان انه يعمل ايه طبعا علشان يعمل القماش قماش اللي هي طبعا يبقى رقم اربعة اقول له فابريك طيب راجع معا الاجابات التاني كده اول اجابة رقم واحد هتبقى رقم اثنين هتبقى وثلاثة هتبقى ويفر واخر حاجة رقم اربعة هتبقى طيب لسه ما خلصناش كمل كده هيبدأ بقى يسألك فيه سؤال اختياري خلي بالك الاسئلة دي مهمة جدا السؤال الاول بيقول هنا طيب بيقول الاسكندرية هي مدينة كبيرة على ساحل البحر المتوسط طيب خلي بالك عايز اقول مدينة ساحلية اللي هي طيب بعد كده بيقول يعني الزلزال دمر مباني كتير في تركيا وسوريا بيسألك بقى كلمة دمر دي خلي بالك مقصود بها او هنا طلب منك الابوسيت ركز كده هو طالب عكس كلمة عكس او مضاد يدمر دي طبعا يحمي كلمة يحمي اللي هي فاقوله هنا بعد كده بيقول طيب لو حاجة بتكون ايه هي بتكلف فلوس كتير اكدر حاجة دي غالية غالي الثمن يعني واللي بعده بيقول هنا طيب اللاحقة اللي تقدر تحول كلمة الى صفة بنحط لها في الاخر عشان تبقى اللي هي دي صفة اللي بعده طيب بتكلم هنا عن الجبل يعني تل عالي خالص ده اسمه اللي هو تعريف ليه الجبل تل مرتفعين بعد جده بيقول مجموعة من اللباتات او الحيوانات بيكون لها نفس النوع دي طبعا اللي هي معناها فصيل او فصائل اللي هي